اللي بيبقى منه حاجة من اتنين كما Acute Pyrenephritis أو Chronic Pyrenephritis تمام؟ طيب أما اللور Urenal Tract Infection فده بيجمل أي حاجة من بعد الكدني Ureter Urethra Prostate Epididimus ففي منه حاجات زي Prostatitis والEpididimitis Urethritis تمام؟ بالزيد طبعاً الكلام ده يعني بتبقى موجودة في المن وفي الومن Estesitis الانفكشن اللي بيحصل للبلودر نفسها والسوبرفشي الميكوزة الانفكشن بتاعت البلودر دي بقول عليها تمام؟ يبقى تاني Ureter Tract Infection عشان تبقى الدنيا واضحة وسهلة قدامه أسمت الحاجة Lower Ureter Tract Infection و Upper Ureter Tract Infection تمام؟ طيب Lower Ureter Tract Infection معناها يأما بياخد Ureter أو Ureter Bladder أو Urethra أو أو Epididimus تمام؟ ففي عندي Ureteritis في عندي بروستطايتس وإبديديميتس تمام؟ أما الـ Upper Ureter Tract Infection فأقصد بيها Ureter Tract Infection بالبارينكيما بتاعت الكيدني بالإنترستيشن بتاع الكيدني وأستمناها الحاجة تاني إما Acute Pyrenorphitis أو Chronic Pyrenorphitis تمام؟ سواء أقصد أقصد بيها يمشي معي والدنيا بتمشي معي كويس تمام؟ ودايما بيشمل أكتر الفيميلز اللي ما بدأش عندها أي Risky Factor زي ما هنشوفهم دلوقتي أما الـ Complicated فدي بتشمل أكتر patient بالزات في ميل عندها Risky Factor كتيرة زي الـ Brignancy زي ما هنشوف دلوقتي في الـ Risky Factor بتاعتنا أي عيان دخل المستشفى تحكس في المستشفى وللأسف تركبته أسطرة من غير أي داعي وحصل عنده نوزو كومية الـ UTI كمان؟ أو عيان كان عنده UTI وحصل ريلابس بعد ما أخذ التريتمنت بتاعه عيان عنده أساساً مشكلة كبيرة جداً Structural أو Functional Abnormality زي Structural Abnormality عامل عمل عملية في البلودر عامل Transplantation للكيدني عيان مثلاً نراكب أي ديفايس لأي سبب زي نفروستنتيوب اللي هي الأبوبة الكلوية الجانبية اللي احنا منراكبها هالكريا دايريكت تمام؟ العيان مثلاً كان عنده مشكلة في اليوريتر وعمل عليها بلاستيك سيرج تمام؟ عدل شكل اليوريتر العيان ده عنده مشكلة إن المفروض اليورين يمشي من الكيدني اليوريتر اليوريتر اللي عنده reflux يعني اليورين بيرجع تاني من البلودر اليوريتر للكدني دي لها أسباب كتير تمام؟ برضو الميلز من الناس اللي ممكن يتحطوا في الكمبيليكيتر خلاصة الكلام أنا عندي UTI قبر وعندي UTI لور UTI القبر وارد يبقى كومبيليكيتر وارد يكون انكمبيليكيتر والUTI لور وارد يكون منه حاجات كومبيليكيتر وحاجات انكمبيليكيتر دي تبتمت أكتر على وجود الريسك فاتور ودي اللي اتحددلي بعد كده التريتمينت بتاعي هل ممكن احتاج واشوف نوع اللي هتطلع عشان احدد الانسبواتيك ثرابي ولا انا احتاجة عادي جدا والامور هتتحسن الامبريكيتر ده بيتحطى اكتر لكن للأسف لو كومبيليكيتر بضطر بقى اعمل واميرجينج واشوف السببب واعمل واحدد نوع الارجانزم بتاعي وابتدي اتعامل واشوف الدنيا ماشي بزي تمام طيب خلاص دلكلام عاديين نتفق مع بعض ان البشنت عشان يبتدي يتبريزينت بتاع اليوتي او يعني الاقي فيه بكتيريا موجودة في اليورين لازم يكون على اقل حوالي 10 قص 5 بكتيريا بالملي تمام اقل من الرقم ده مش هتبقى والعيان مش هيجيلك ابدا باي زي ما هنشوفهم دلوقتي معناها ان البشنت عنده بكتيريا فعلا في اليورين لكن البشنت ما عندهوش سيمتوم تاني يبقى فيه فرق كبير ان العيان يبقى عنده حاجة اسمها اسمتوماتيك بكتيريوريا يعني مجرد ما العيان للصدفة البحتة لأي سبب صدفة كده بقول العيان هنشوف المانيفستيشن دلوقتي تمام ومرة واحدة لقيت بالصدفة ايه دا يا عمي جدع لانت عندك ما شاء الله البكتيريا عشرة قصة خمسة بكتيريا برميلي في اليورين انت معقول ما بتشتكيش من حرقان في البول ولا من القلم في الفلانك بين ولا حتى مثلا من تيفر ولا تشيلز ولا فتيج ولا 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 اقول لك لا خالص انا مش حاسب بقية حاجة خالص ولا حاسس حتى برفيك ولا يعني ما عندوش اي مانيفستيشن تقول العيان دا عنده او خالص انا مشتكتش يا فن دا بقول عليه لانه ما شتكاش بكتيريوريا تمام وزي ما هنشوف بعد كده ان شاء الله الاسمتوماتي بكتيريوريا ملاهاش اي بتسيب العيان اكسبت لو في مين وبريجمت تعيطها لازم اديها بكتيريوريا مش شرط اتدخل فيها بعلاج تمام دي عادي جدا ممكن يكون ممكن يكون حاجات كتيرة اسباب كتيرة بس الفكرة كلها ان الوحيدة اللي تحتاج التدخل في علاج الحالات الاسمتوماتي بكتيريوريا حقيقي هي الوحيدة تبقى عشان خاطر تمام لكن في العيدي عشان خاطر لازم يكون فعلا بكتيريورين معدية الرقم اللي احنا قلنا عليه في حالات يا دكتورة ممكن يكون فيها الرقم ده موجود في اليورين والعيين ما بيشتكيش اه وساعتها اقول اسمتوماتيك ا يعني نو اسمتوماتيك بكتيريوريا تمام طيب نجي نتكلم في اليوريتي اي تلمونيولوجي شوية تلمونيولوجي لازم يكون كلنا عارفينهم او حفظينهم كويس جدا الانكمليكيتد معناها ان انفكشن حصل لكن مفيش اي يعني مفيش عندنا مشكلة نيوروجينيك بلادر مفيش مفيش يعني يعني مير كويسة يونج ما عنداش اي ريسك فاكتور يقول يليه دخلت اصلا في اليوتي اي ده او الا خلاها عندها يوتي اي تمام يعني ان الاخر يوتي اي في عدم موجود اي ريسك فاكتور يؤهل هذا المريض لدخول اليوتي اي فقلنا عليه انكمليكيتد لانه حصل من غير مفيش ما لوش اي حاجة عملته عشان يحصل مفيش معناها ان فيه انفكشن حصل في وجود ميديكال او يعني العيان ده عنده مشكلة عنده عنده مشكلة في اليوريتر عمل ترانس بلانتيش للكيدني عمل ترانس بلانتيش لليوريتر عنده مشكلة في تروم تمام عنده مشكلة في ال نيروجينيك العيان بتاعنا وبياخد ادوية يعني زي تمام اي حاج من دول هو الواحد عنده ريسك اصلا النساء اللي جيد لانقضح في تمام وزي ما اتفقنا برضو من الاول الفرق من معنديش مشكلة معنديش حاجة بسهولة تمام واكيد شرط ان عندي شخص ما عنده اي ريسك فاكتور لكن محتاج محترم ومحتاج محترمة ومحتاج محترمة عشان خاطر احلب ايه المشكلة واعالج المشكلة ولازم اكون اجريس شوية في التريتمينت بتاعي ما هوش حاجة امبريكال وبس عشان خاطر مايحصل او ريكورنز زي ما هنشوف ايه تعريف الريكورنز ايه تعريف الريكورنز الريكورنز معناها ان العيان دوت حصل عنده مرتين او ثلاث مرات سيمتماتيك يورينا تريكت انفكشن within اثناشر شهر فولوين كيلينيكال ريزوليوشن اف اتش بريفيا او تي اي اكتر يعني جاية لعيانة بتقول ليا دكتورة ازاي حضرتك وقت يقول لها مثلا احنا في شهر اتناشر تقول لي بص يا بنتي اول ما الشفة داخلت شهر واحد في عيس الشفة جيت عبت خالص وكان عندي حرقان في البول وبدخل الحمام ومش قادر السير وقلم رهيب والبول نازل زي النار ده حرفيا السيمتم او المهمة ستقول له بعدين رحت يا دكتورة احسن دكتور وقال له ممتاز دكتور فلان فلان واخدت علاج يا دكتورة حوالي سبعة ايام او اربعتاشر يوم وتحسنت وبقيت كويسة والحمد لله عملنا التحليل وقلنا ان انا كويسة مفيش اي مشكلة حلو يا دكتور مفيش يا بنتي بعدها تلات شهور حاصل نفس الحوار تاني رحت تاني الدكتور تاني قلت يمكن علاج الدكتور ده مش قوي عمل شوية تحليل وفحوصات ومزرعة والكلام ده وقال لي امشي على مضلدات حيوية برضو عدت اسبوعين ماشي عليها يا بنتي وعملت التحليل وطلعت التحليل بتاعت كويسة وتمام التمام بعد كده بقت زي الفل مفيش يا دكتور تلات شهور تاني شهر سبعة ولا ثمانية اللي فات وحصل نفس السيناريو تاني دي بقى اقول عليها ريكورنت العيانة دي عندها مشكلة بتدخل في ريكورنت مقدرش اقول عليها ري انفكشن او ري لابس لان العيانة حرفين بتقول لي انا بيحصلي كومبليت ريزوليوشن بعد ايش اتاك انا باخد لها تريتمنت كويس مش بقصر في تريتمنت التعدي بس للأسف بيحصر ريكورنت يعني بترجع تاني انا ببقى كويسة وزي الفل والدنيا بتبقى استمامة تمام وبيحصل ريكورنت معي تمام فده بقول عليه ان العيان ده عنده ريكورنت او تي او يعني انا كدكتور محترم في الاستقبال ده ما تيجي تقول لي يا دكتورة العيان اللي عندي في الاستقبال دلوقتي بديني ريكورنت او تي او انا الوحدي من غير ما هسألك خلاص انا عرفت ان دكتور مسلا فلاني فلاني كده هو شاطر واضح انه سأل عن الهيستوري وتأكد ان العيان كبير حصلها يو تي او على الاقل من مرتين لتلات مرات سنتماتي في خلال السنة وفي كل مرة كانت بتتعالج كويس وبيحصل ريكورنت تاني كده ممتاز انت كده يا دكتور بتأهلني انا وانت ان فيه موجود عايز يتحل في الموضوع لان العيان حرفيا بتدخل كل شوية في يو تي او بترزول يود وبترجعتين تمام طيب الري انفكشن الري انفكشن معناها ان العيان ده بيحصلتوا ريكورنت يو تي او بس المراتي بديفرنت باثوجين تمام ات اني تايم او ارجنال انفكشن اكتر من 13 دي افتر ثرابي اف ارجنال ممعنى اننا عندي حصل يو تي او وليكن المراتي عملنا كارتش وطلعة اي كولاي زي ما هنالعف دلوقتي ان شاء الله المستقومة الكوز اي تيولوجي بتاعنا في كله بتبقى الاي كولاي بصراحة تاني اجي بعد اما اخد علاج حوالي 14 يوم ولا حاجة اجي مرة واحدة الاقي نفس الاعراض حضرتين اروح للدكتور يقول لي ده في يو تي او معلش يا بنتي اعيد المزرعة تاني يا دكتور مش احنا لسا عمليه مزرعة قريب وطلعت بكتيريا الاي كولاي واحنا اخدنا لها علاج يقول لي معلش هنالت تاني اعيد تاني تطلع حاجة جديدة تطلع مثلا ستي كليبسييلا حصل بس المرة دي بس المرة دي يعني المرة الاولية كان عندي اي كولاي المرة الجديدة لا ده انتهاء عندك كليبسيلا يا دكتور لازم تاخد لها علاج فكده بقولي على الحيان ده بيحصل عنده reinfection reinfection يعني reinfection جديد حصل UTI جديدة بباثوجين جديد بميكانزمية جديدة فقلت عليها reinfection تمام اما الريلابس معناها ان بنفس الباثوجين حصل تاني recurrence recurrence UTI caused by the same species causing UTI within two weeks after therapy يعني الفرق بين الاثنين ان انا عندي في الاثنين في الاثنين حصل recurrence UTI لكن في reinfection المرة اللي فاتت كان بلأيكولاي المرة دي سكليبسيلا المرة اللي بعدها كان ده واحد كزا لكن في reinfection انا هي الـ E. coli مس كافية هي الـ E. coli بترجع تاني بترجع تاني كل مرة بـ reinfection ريكولاي بنفس الوريجنال باثوجين اللي بدأنا بلأي UTI بتاعني طيب انا في المرة اللي قمت E. coli والمرة دي قلقت بستاذ لبدأ reinfection يا دكتور reinfection relapse يعني الموضوع رجع تاني لسابق عهد للوريجنال باثوجين اللي حصل المرة اللي فاتت في الـ reinfection انا لازم على قلة كون عدت اكتر من 14 يوم من الثراب بتاع الوريجنال 1 لكن في relapse في خلال الاسبوعين بالضبط يعني اسبابه كتيرة ممكن تكون انت ما صلحتش الـ reinfection ممكن يكون اصلا الانتيبواتيك بتاعك insufficient dose تمام الوريجنال معنيه جدا فللأسف هو مش مستجيب للانتيبواتيك اللي انت بتديه ليها اسباب كتيرة جدا دكاترة انتو معايا فاهمين ولا شابه تمام تمام أنا زي ما اطرقها حيو مطوش عليكو بس في نفس وقت عايزاك وتطلعوا فاهمين الموضوع عشان تبقى المذاكرة بتاعتو وطيفة جدا طيب البيرون فرايتس معناها ايه زي ما اتفقنا حصل بكتيريا الانفكشن في رينال بلدس او رينال بتاع الكيدني سواء اكانت وان كيدني او تمام وزي ما اتفقنا هي فكرته في حاجة انت ككلمة بيرون فرايتس عشان اتفق مع بعض ما هيش الكاتيجوري اللي يخوف او لكن للأسف لو انت الموضوع نجلكتد او كومبليكيتد زي ما اخذنا الكومبليكيتد والان كومبليكيتد في الحالة دي ممكن يقلب معك بمصائب سودة زي رينال سكورنج ليه دكتور رينال سكورنج انا لسه بقولك ده انفلاميشن وانفكشن الانفلاميشن لو ما تزبطش صح بقلب بفايبروسس يعني سكورنج يعني هيحصل رينال سكورنج واي فايبروسس لما بيحصل بيبقى معناها اننا بلوص جزء من في الكيدني او يعني كده بدأت بلوص الكيدني يعني هتستدخل العيان بعد كده في بتاع السي كي دي او مسلا ممكن العيان برضو يبقى بريزنت بنيفريتك بأي حاجة بنيفريتك حصل بيستركشن ما الانفلاميشن ده معناها بقى فيه انفلاماتوري سيستم هيشتغل وانفلاماتوري سيلز هتيجي ومونوسايد وتبتدي حرب رغيبة جدا ويحصل بيستركشن كامد قوي ممكن يحصل بيستركشن للبيزمت من برين بتاع جون الباومان سكابسول يبتدي يحصل عند العين ده ممكن يقلب بعد كده ببص فورميشن حوالين الكيدني فيبقى في صورة برينيفريك أبسس تمام ممكن بعد كده يقلب الموضوع ان البكتيريا نفسها تسترح بقى منك للكيدني للبلوت بيزمت بتاعت الكيدني وتدخل على السيركوليشن بتاعتك فيحصل عند العين ده سيبت سينية وسبتك شك تمام طيب المهم الفكرة كلها ان في الاخر خالص بيحصل دامج للكيدني وهيبرتنشن ايه ده يا دكتورة بعد اذنك لو سمحت انت بيزمت من شوية بتقولي ده ممكن يحصل سيبتك شك يعني يبقى هايبوتنشن ازاي بقى يحصل هايبرتنشن ما ده بقى حضرتك لما يحصل لكل الكيدني تشو بسكارينج لكل الكيدني تشو بالجولم ريولاي بالتيبيولز بالانترستيشن خلاص الكيدني هتوصل بتاعتها طبعا هيحصل في الراس سيستم هيبقى داخل هايبرتنشن ده في الراس تمام كوايس جدا يا دكتورة طبعا الكليكات بتاعتنا لازم تاخد بالك ان هي يعني بتبقى قاتي بكل يعني مش شرط ان انت تشوف كل العيارين بنفس البرزنتيشن في اللي هيجيلك بديليريوم في اللي هيجيلك بفيفر في اللي هيجيلك بديليريوم لو عنده يوتي في الاطفال الصغيرين برضو ممكن تيجي لو عندهم تمام طيب بيورنيفرايتس زي ما اتفقنا ممكن يكون اكيوت او كرونيك طب الاتيولوجي بتاعنا يا دكتورة طبعا الموست 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 كومان كوزوتي في ارجانيزم الو او 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 واحد في الوقت بنتكلم في بيورنيفرايتس تمام طيب الاتيولاي في يعني تصل لغاية تسعين تمام طبعا احنا بنقول عليها يورو باثلجينيك ايكولاي يورو باثلجينيك ايكولاي تمام طبعا ده كلام من بس عشان نبقى فاكرينه ان هوا بتبقى بوليجينيات جروب اللي هي بيتو ودي تمام بتاكسب رس حاجات اللي هو الو والخي والاتش تمام طبعا هي فكريتها اللي هي ببقى لها كتير جدا دي اللي بتساعدها ان تبقى الموست كومن كوزتف فيريولان في اليوتي اوي تمام زي الادهيجن بتاع البي فامرييلا والجينو تايب والبروتاتيك تين اللي موجود عليها والتوكسن بتاك تاني حاجة من الكوزتف ارجانيزم بتاعة تحديدا هي الاستفير كوتس سابرو فيتكس تمام ودي اكتر حاجة بنشوفها كومن جدا في اي يونج في ميل هالثي وسيكشوال اكتب فبيقولوا حتى من حاجات اللي هي يعني دايما كاركترستيك لها حاجة اسمها هانيمون سيستايتز دايما انيولي مارد في ميل تمام بتبقى عرضة اكتر لهذا النوع من الارجانيزم فاي انيولي مارد في ميل جاي عندها ومسلا دستوريا وتكشفها عن دكتور وكده ولقى عندها يوتي او فدايما اول حاجة بتيجي ساسيباتيبريتي قداني هي سابرو فاتيقاس تمام فيه بعد كده البروتياس ميرابيلس دي اساسا الجرام نيجاتيف بتفورم اللاكتوز والاكسيديز فكرتها كلها ان هي بتأسوشيط اكتر مع الكيني ستون فورميشن تمام فيه عندي برضو سابرو دي برضو نتيجة الهاماتوجنس سبيرتلي كدني ودرير جدا زي ما هنشوف دلوقتي ودي اكتر حاجة بتعمل مايكرو ابسيس دايما لما بتشوف اي عيان وعملت له صنور ولقيت في مايكرو ابسيس دايما دماغي بترمي اول حاجة ان هي هتكون ستاف اوريوس مشهورة جدا ان هي بتعمل مايكرو ابسيس يعني كل واحدة لها كاركترستيك لو نيولي مارت في ميل جاية بيوتي اي هفكر اول حاجة في سباب سابرو فتكس تمام لو عندي مثلا عيان عندي يوتي اي بعمل صنور بالصدفة دايما الدماغي بترمي اول حاجة عن هي ممكن تكون ستاف اوريوس تمام طيب الحاجة التانية طبعا ممكن تكون الكانديدا دي حاجات رير شوية بيروس بروسيلا مايكوباكتيريا كل الحاجات ممكن تتعام يوتي اي لكن بتبقى رير الفكرة كلها ان عشان نقول يوتي اي اتيولوجي الايكولاي ازاي انا قلتلكم تبقى نسبة اربعة وخمسين في المية بعد كده عندي الكليفسي اللانومونيا تاليها بعد كده الانتيروباكتور بعد كده ستيروباكتور بعد كده بروتياس من الابيرلس بعد كده لغاية الانتيروباكتور طيب ازاي بيحصل البيرونيفريتس الموستو كومن ون اللي بتحصل بسببها البيرونيفريتس انه بيحصل ascending للانفكشن من اليوريثرا او من اليوريثرا تمام والموستو كوز في الارجانيزم في الليلة دي هي الايكولاي ودي الموستو كومن كوز بتاعت البيرونيفريتس ان العيان ده بدأ في الاول بعد هايجر مش لطيف في اليوريثرا تمام او اي اسباب تامية كتيرة كده مش نتكلم عليها دوات هنعرفها في السيستايتس عميت له السيستايتس الكوزتيف أورجانيزم تاع السيستايتس بدأ يأسند من اليورينا البلودر لغاية اليوريثرا ودخل عرينا البلبس وبعد كده الكدني وبدأ يعمل انفكشن في الكدني ودي بقول عليها ascending infection ascending infection يعني الانفكشن طلع من تحت الفوق من اليوريثرا لليورينا البلبس وبدأ يعني يعمل انفكشن في الكدني الهماتوشن ما صدرر جدا ان انا عندي فيه سيبتيك فوكس في مكاني ما في جسمك زي مثلا في حالة انفكتف اندوكوراديتس مينجايتس هباطايتس نومونيا مثلا امبييما تمام فيه عندك سيبتيك فوكس موجودة في حتة معينة في جسمك بعيدة تمام خارج الكدني تمام تمام اللي كان موجود ده واتبدأ يلف في البلادستريم بتاعك لغاية ما وصل للكدني وعملك بقيم الفريتس ودي رير جدا رير جدا تمام واشهر حاجة في الليلة دي هرتبقى ستاف أوليس طيب او ممكن تكون تمام انت عيان دخل وروحت انت انت زعلوش مني هو دلوقتي للأسر بقى اكتر حاجة مشهورة عندنا في المستشفيات ان اول ما عين يدخل المستشفى على طول الروح مقسطريم ودي غلط انت المفروض اول ما يدخل العيان المستشفى بتاعتك عيانك هانديكاد ده معنى ان الحصل عند العيان ده خلاه ان هو مقدرش يروح ولا يطلع ولا يقوم ولا ينزل من السري ولا يروح للحمام او في الروحة الحمام ضرر لي خلص ساعتها انا هضطر رجاء الفستريزيش وفيه عند وفيه عند والله العيان بتاعي أنا ممكن اراكب له اللي هو القندم اللي هي الاسطرة الخارجية القندم ده عباره عن قمع القمع ده بيبقى حوالين والعيان بيفويد الوحد وانا ما بعملش انتوضخش الكستر الانترنا كسترزيشن لا باضطر بقى ان انا عاقم وعمل الانترنا كسترزيشن وعمل ودخل الاسطرة جوه اليوريوني فدايما احاول ان افويد اعمل بروسيديور زي ده غير لو كان يعني عيان كوماتوزت عيان للأسف عنده يوريوني مثلا فالراجل ده خلاص يوريوني بتسيب على نفسه ستروك يعني حصل عنده غلطة في المخ او نزيك المخ العيان ده مثلا عنده مشكلة انه هو ما بيقدرش يروح للحمام ويجي من الحمام وللأسف ما يقدرش كمان يعمل في سرير لوحده تمام ساعدها اه اراكب اسطر لكن ما يبقاش مثلا عيان داخل مثلا وانس ان انت حاولت تقلل الريسك بتاع ان انت متقسطرش اي عيان وبس نوت نيدت انت في الحالة دي هتأفويت فكرة الهوزبيتال او النزو كوميا الاخوائر ديوتي اولت واكتر كوزت في الليلة دي بتبقى الانتين كوكاي طبعا تمام طبعا اخر سبب اللي هو الناس اللي عندها يوريترو في زيك الرفلوكس زي ما اتفقنا هو شخص عادي جدا طبعا دي كومان جدا في الاطفال وممكن تحصل في الادلت لو في باثولوجي مثلا هترو ما حدثة عربية او حصل مشكلة في البلادر فبيبقى عنده ريفلوكس بمعنى ان المفروض الريورين بيبقى ماشي في وان واي من الكيدني لرينا البلبس لليوريتر لليورين البلادر لأ او عند الراجل ده مشكلته او عند الفيميل دي مشكلته ان اليورين بيرجل اتاني دي حاجة مش كويزة لان دي بتعمل أساني للإنفكشن بريسك اعلى اقلي طيب ايه اللي بيحصل في الباليون الفرويتس الكيدني بتاعتنا كل مشكلتها ان فيه انفكشن وفيه انفلاميشن وبقى حرب اهلية هتبتدى تشتغل فهتلاقي الكيدني بتاعتك اندرشت بعد كده بيحصل انتورستيشل انفلتريشن بانفلاماتوري سيلس احنا عندنا باثوجين وعندنا ارجانيزمس موجودة فطبيعي ان الاميون سيستم بتاعك يشتغل والانفلاماتوري اميون سيستم بتاعك يشتغل ويبعت انفلاماتوري ميدياتوري سيلس عشان تبتدي تتحارب هذا الارجانيزم فيبتدى يحصل ابسيس كتير جدا على الكابسول ويبتدك وميدالري جونكشن بعد كده يبتد يحصل بستراكشن نتيجة الحرب دي اكيد هيبقى فيها خسار كتير مع الانفلاماتوري سيلس والباثوجين فبتد يحصل طبعا انا عندي الانفلاماتوري سيلس بتديريكت الباثوجين الباثوجين ده بقى موجود في صورة على الانترستيشا مع رينالتيبيول عرينالبيلفس هي هتعمل الباثوجين وين حاجة اللي موجود عليها الباثوجين فبيحصل طبعا اول ما بتبقى كرونيك خلاص بتبقى زي ما احنا شايفين المنظر بتاعيدها تبقى حاجة كده مش دي فايند في بعضيها تمام كلها كونتراكتد ونان فاونكشن بيبتري العين يدخل في الليتي ستيج اللي هي الهايبرتنش طيب زي ما اتفقنا الباتوجينيسز اللي بيحصل معاينة في حياة البايرنوفريتس فكرتها كلها ان في الاول نتيجة لي ريكتال او باجينال ريزروبور بيحصل بعد كده البكتيريا بعد كده بتحصل لها بتأسند من بعد كده طبعا مع كده بالذات طبعا في حالات اللي هي ده بيكون تريبيوت اكتر طبعا في مرحلة المراحل دي ممكن يحصل أسيمتوماتيك بكتيريوريا بالذات لو كانت الباشن بريجنانت وفي الفرست ترايميستر تمام وده للأسف بيبتريس بيتينج البايرونيفريتس بعد كده عشان دايما عشان كده دايما بقولك الأسيمتوماتيك بكتيريوريا نو منيجمنت اكسبت لو كانت بريجنانت بيشن عشان بخاف ان هي تدخل بيونيفريتس بعد كده تمام طبعا بعد كده الديفنس ميكانيزميس اللي بتدي تظهر كل الحاجات دي طبعا لان اليورين بتاعنا بيبقى اكسلنت والبكتيريصايدل اكشنز اللي بتحصل ليه السيلزل اللي موجودة تمام بيبتدي بعد كده يحصل انفكشن للرينا البارينكيما ومفلامات الرينسبونس وكل الحاجات دي بتبتدي تعمل طب يا دكتورة معلش ايه هي بتاع اي عيان طبعا السيمتومزي بتظهر في خلال 24 ساعة بتلاقي العيان ده دي القل عارف التوكسيك بيشن اللي تلاقيه تعبان وهمدان وكده تحس ان هو الحاجة التانية التالتة تلاقي العيان في فرش حرارته معدية 38 بيبتدي يشتركي من بين في الفلانك سبعته في رينال انجل نوزي انت فومتينج ان انت الوقت فيه عندك سيبسيز موجود وسبتسيميا وبكتريوريا رينال انجل تندرنس تجي تخبط انت بالفتس بتاعك ايدك عن رينال انجل هتلاقي فيه تندرنس موجود واضح جدا طبعا لو معقول الديتا دي ممكن ما يجيش بأي حاجة من دول بيبقى جاي جاستي كونفيوجن بالذات للناس اللي فوق سبتين سنة دي كو سايتوز استيجي تامن سيبسي هتلاقي فيه تي سي كونت بتاعه عالي جدا ممكن تلاقي العيان ده عنده بيوريا او بكتريوريا طبعا الفرق بين البيوريا والبكتريوريا حاجة واحدة ان البكتريوريا معناها ان انا لقي بكتريا موجودة فعلا في اليورين بيوريا هنلاقي فيه باستيلز في اليورين فيه فرق كبير بين الاتنين طيب ممكن في الاخر خاص يحصل ازوتيميا ازوتيميا معناها ان رينال فونكشن بتاعتنا هتبتدي ترفع وهتبتدي الكريات بتاعنا يرفع طبعا ممكن العيان يبقى بالصدفة البحتة سبب البيورنيفرايتس بتاعته سيستايتس يعني هو اساسا كان عنده سيستايتس والباثلجين سرح لبق وعمله بيورنيفرايتس فقال لي يمنع ان يكون عنده سيمتمز افلور يورينا تراكت انفكشن دي زي دي سيوريا والفريكوانسي والإرجانسي زي ما هنعرفكم دلوقتي ان شاء الله تمام؟ او حاجات تانية او نون سبسيفك او نون افكش واسكوز اللي هي مثلا بريسيبتيتينج فاكتور اللي عامتلي المشكلة دي ان العين ده كان عنده قبل كده رينالستونز كتير ورينالكاليكيولاي كتير وكل شوية كان بيحصل عنده رينالكوليك دي ممكن الااهم وجودارك هو والسيمتمز طيب ايه الريسكي فاكتوريز اللي ادخل العين دخل بيرونفرايتس في حاجات ميكانيكل يعني سبب واضح ومعروف وعمل اوبستراكشن بتاعه وهو ده اللي عمل بص يا جماعة خلاصة الكلام يساوي انفكشن يعني انت المفروض ان اليورين ده الطبيعي بتاعك ان اليورين ماشي ماشي على طول على طول على طول كل شوية يتكون يورين ينزل يتكون مكانه ينزل لكن وانس ان فيه مشكلة معينة حصلت خلت اليورين ده قاعد فترة ما بيمشيش في المجال بتاعه او المجرى بتاعه بسرعة ويعدي بسرعة ومايبقاش لان اليورين ده جود كالتشور ميديا في الورجانيزمس ان يتكبر في الحالة دي هيحصل على طول انفكشن او ان العين بتاعك انيون كومروميزت طب ايه الحاجات الميكانيكال فاكتور اللي تخلي فيه اوبستركشن يحصل على مستوى مجرى البول كله ويخلي البول يقف ويحصل استيزيز اليورين في المكان اللي هو موجود فيه وده هيعمل يعني هيصبرت الباشنط اكتر ان يحصل انفكشن وباينفرايتس اي استركشور ابنرماتي في كيني او اليوريناري سيستم زي الكاليكيولاي اللي هي اليوريناري ستونس لو فيه حصوية صغيرة نزلت ستبت اليوريطر في الحالة دي اليوريين مش هينزل هيحصل استيزيز اليورين ده هيعزز اكتر من يحصل باينفرايتس بلادر تيومر لو عندك تيومر محترم في البلادر وقافل على البلادر نيك سواء كان مدخل اليوريطر او مخرج اليوريسرا ده في حد ذاته هيخلي اليوريين مش هينزل يعني استيزيز اليوريين وده هيعمل باينفرايتس يوريين هيترك تستريزيزيشن انت لو عامل الأسطرة ومقدم أسطرة في البيتشنت انت في حد ذاتك الكاثتر بتإنتروديوست إنفكشن للعيين يا دكتورة ده العام يعته في كومبليت هيجيني كونديشن وارد غلطة حصل فيه إنفكشن موجودة على التب بتاع الأسطرة وانت بدخلها في العيين خلاص انت عملت إنفكشن للإنفكشن والأسطرة في حد ذاتها برضو مش زي لما العيين بيقوم يعمل بويدنينج بنفسه انت برضو الأسطرة دي منين بتفضي بتفضي أنا معاك بس وجودها في حد ذاته انت عامل foreign organism أو foreign body موجود جوه فده في حد ذاته هيأثر على حركة اليوري البلدر ممكن يعمل استيزز اليوري تمام بروستت دي سيز أي عيين عنده بي بي اتش بي ناين بوستاتيك هاي بيرتوفي لو هتضخم في البروستاتا كلنا عارفين إن في الأناتومي البروستت بتبقى موجودة حوالين اليوريثرا فالبي بي اتش بيبتدي يحصل ناروينج اليوريثرا وده حد ذاته هيعمل استيزز اليوري لأنه هيعمل ميكانيكا الابستركشن وطبعا البي بي اتش اللي هي البي ناين بوستاتيك هاي بيرتوفي دي بنشوفها أكتر في أي راجل كبير في السن فوق الستين سنة أي اوبستركشن كوز وطيفر اوبستركشن ده فلاريا بالحرزيزز أي اوبستركشن لأي سبب ده في حد ذاته بيعمل ميكانيكا الستيزز البريجنانسي كلنا عارفين ان الفيميل عندها بتبقى أول الحاجة وبعد كده اليوريطر وبعد كده الديجيستف سيستم بتاعه بالترتيب من قدام لورا طبعا البي بي حد ذاته مع الهرمون الاتشينجز كمان تمام مع الاتشينجز من كل الحاجات دي نمرأ واحد الهرمون الاتشينجز بتعمل استيزز لليورين لأنها بتقلل شوية من البريستالسيس بتاعة اليوريطر ومن ناحية تاني برضو البريجنانسي ميكانيكالي بيعمل كومبريشن أصلا على اليوريتر وعلى اليوريثرا وعلى اليوريطر فده بيزمز البرغنانسي أساسا أنها تبقى عندها ريكرانت بيرونيفريتس تمام طيب النفروستومي دي عبارة عن أنبوبة الأنبوبة دي بنركبها بصوا جماعة احنا عندنا المفروض الكدني بتكون اليورين واليورين دوت بيروح لليورين البلفس وليورين البلفس بتعديه لليوريتر وبعد كده بيطلع في اليورين البلدر فكرة النفروستومي أن أنا لو عندي أي أبستراكشن في اليوريتر من فوق ما يسمحش أصلا لليورين اللي تكون في رينا البلفس أن يعدي وينزل في اليوريتر ويروح على اليورين البلدر وخلاص صعب جدا أن أنا أفادي الأبستراكشن ده وأفتح اليوريتر تاني عشان الدنيا يتعدي بالحالة دي بروح مركبها أنبوبة كلاوية من الجنب بركبها من الجنب كده عند مكان الكدني بتاعت العيان بدخل بيها لغاية يترينا لبيلبس وتبقى هي دي المخرج بتاع أي يورين بيتكون على مستوى الكدني دي دي بنقول عليها النفروستومي تيوب تمام النفروستومي بحد ذاتها برضو كحاجة ديفايس أو اكسس ديفايس زيادة ممكن يعمل يخلي العيان دوت أصلا يدخل في وباييرن فرايس تمام أي يوريترا ما نسه بقول لك في دي حصل في اليوريترا ده هيعمل استيزيز اليورين انت عملت أي عيان عنده لأن انت كده عكست النورمال في استيروجي اللي بيحصل بتاع اليورين ترانسبورت انت بترجع اليورين تاني فأكده هيحصل تمام عيان عنده لأسباب كتيرة جدا زي كانت في حدثة وحصل حصل مثلا للسنسوري أو الموتور فايبرس اللي بتغزي اليورين على البلادر فحصل حاجة اسمها نيوروجينيك بلادر يعني معناها ان البلادر دي بقت فقدة للإحساس العصبي الطبيعة بتاعنا يا جماعة إيه ان أنا دلوقتي لما بقعد برا البيت بيجيلي دزاير مكتيوريشن أنا بتاعي يناسب ولا ما يناسبش ما يناسبش هدخل الحمام فأروح بس مسك نفسي تمام أجي بعد كده شوية تاني آآ دلوقتي يا جماعة أنا عمشتاجي أعمل الطويلت طب أنا الستويتشن يناسب أدخل الطويلت ولا يناسب هدخل وهعمل ما يناسبش أضطر رمسك نفسي أستنى شوية لغاية ما البلادر بتوصل للكباسة بتاعتها اللي هي الـ 500 أو الـ 600 بعد كده انت بتلاحظ ان لو حتى الستويتشن بدأ يجيلك دزايرو الستويتشن ما يسمحلكش دخول الطويلت وانت خلاص عدت كذا وصلت للكباسة بتاعتها بيحصل عندك وده الطبيعة بتاع أي حد فينا الـ Neurogenic Bladder لا هي فقدت تماما إحساس أساسا ان هي عايز تعمل فهو خلاص ما عندهش الإحساس أصلا انه عايز يفضل البلادر بتاعته فالبلادر بتيملة تملة تملة من ناحية هيحصل ومن ناحية تاني للأسف مش هيحس حتى في بيبتدي الـ Neurogenic Bladder ويعمل لي وعشان كده حل الـ Neurogenic Bladder ان انت لازل تركيبه لأنه خلاص ما عندهش إحساس أصلا انه يفكر يفضل البلادر بتاعته في أي وقت سواء أو حتى للبلدر تماما تمام طيب تاهميني ده كاترة معي شباب اه تمام تمام طيب في حاجات بقى استيتيوشنال يعني هي حاجات أساسا تونكشنال أكتر بتأثر معي تونكشنال أكتر على وجود الانفكشن زي الديابيتس أي عيان ديابيتس بيبقى عرض عشر مرات إنه يحصل UTI وبينيفريتس من ناحية عشان Neurogenic Bladder من ناحية تانية عشان خاطر إميون كومبرومايزد من ناحية تانية برضو الهايبردليسيميا في حد ذاتها بتبقى جود ميديا فور بكتيريا في اليورين بتاع الناس دي تمام أسباب كثيرة جدا مش عايزين نقود في تفاصيلها دي إن شاء الله بزن الله ستتعرفوا عليها في سنة رابعة في الديابيتس تمام أو أي عيان إميون كومبرومايزد لأن ده معناها إن العيان ده إميون كومبرومايزد يعني البكتيريا أساسا اليورين جود ميديا فور بكتيريا وهو كمان إميون كومبرومايزد فده هيسهل جدا البكتيريا الجود في الميديا دي طيب إيه كومبليكيشن لوردة لأي عيان بايلون فوريتس زي لسه ما بقولك من شوية إنت لو حصل العيان ده ريكارنت بايلون فوريتس قصة إنت مشكلتك إيه بايلون فوريتس جزء من كيدني تضرب بايلون فوريتس جديدة جزء من كيدني تضرب والجزء من كيدني بدأ بيتضرب إزاي بيبقى سكارد خلاص بيبقى سكارد يعني بيبقى فايبروز نيكروتك نون فونكشن فأنت مع الوقت كل الكيدني هتلص كل الجرون روي هتلص العيان ده يدخل بعد كده منك تمام عشان خلاص حصل ميكانيزم بتاعة الكيدني في الهايبرتنش لأنه قلت يحصل لص لكل الجرون روي طبعا في أثناء الأتاك نفسها ممكن الانفكشن سيبير قوي ويحصل بكتريميا وسيبتيسيميا وسيبسيس بدرجة ان انا ادخل بعد كده في سيبتيك شوك والعيان ده يضايب من السيبتيك شوك تمام ممكن يحصل مالتي أورجان فيلير لو العيان دخل في دي وارد جدا لو انت عندك بكتريا محترمة عملت ودخلت على لط وعملت سيبتيسيميا وبكتريميا وسيبسيس وسيبتيك شوك وبدأت بعد كده بقى تاخد تضرب الهارت اللونج البريين الليفر هيحصل عندك مالتي أورجان فيلير الشوك نفسها ممكن تدخلك مالتي أورجان فيلير دي اي سي تمام طيب رينال او برينيفريك أبسيس لسه كنا بنقول من شوية طبعا انا ده انفلاميشا موجود وتظهر الانفلاميشا اللي بيحصل ده مع الانفلاماتوري سيلز والبافوجينز كل الحاجات دي ممكن بعد كده تقلب بابسيس فورميشن طبعا المديس معناها اكتر بالذات مع الستيف أوريوس ممكن يحصل زي ما انا بقول لك ممكن تكون البكتيريا اللي دخلت الكيدني ودمرت الكيدني تدخل على البلدستريم تدخل تضرب فالفولار تضرب مثلا ليفر تعمل مثلا هباتيك أبسيس البريين تعمل نينجو انكتولايتس يعني لسه مبارح احنا شايفين حالة اللي عنها حرفيا يوتي آي يعني يعني من غير فعلا فعلا احنا في سنة مستغربين العينة بدأت بيوتي آي فعلا العينة عايزة اقول لك انها قلبت دلوقتي العينة دخلت في انكتولايتس ودخلت معيها في هباتايتس اللي ببارل انزاين ستاعتنا عالية جدا غير كمان نومونيا يعني احنا نفسنا حتى وقفنا محتارين قدام الحالة طبعا كمان المفاجأة ان الكالتور ترعت فيروس يعني غالبا فدي وردة يبقى ده معناها فعلا ان الدكتورة كلامك صح احنا ممكن يوتي آي يوصل بيا لمرحلة والعين يدخل تمام طيب ان بيحصل ممكن توصل ان يحصل مرة واحدة ويضطر العين يدخل على ديالس لغاية ما الامر تتحسن لان انت الوقتي بدأت تضرب ممكن تضرب نص الكدني مرة واحدة في الانفكشن تبقى نون فانكشنين فهتضطر ان انت تعمل ديالس لان الكدني خلاص نون فانكشنين فلازم تلجأ للحل البديل اللي هو بالقول عليه رينال ريبلسمن ثرابي اسمه رينال ريبلسمن ثرابي لانه حاجة جلسة استعاضية للكلية اللي متوقفة في الوقت الحالي لغاية ما تتزبط تمام طيب ممكن يحصل حاجة اسمها انفيزيمتاس بايلون فرايتس ايه انفيزيمتاس بايلون فرايتس معناها ان بايلون فرايتس بس للأسف نوع الارجانيزم اللي موجود فيه جاز فورمينج ارجانيزم الارجانيزمات اللي بتبتلي تعمل جازيوس فورميشن تمام فتلاقي حتى المنظر في الريديو ايميجنج بتاعه ان عبارة عن ايه جازز موجودة كده في البلودر او جازز موجودة في الكيدني يعني انفكشن بجازز دي في الحاجات اللي فيها جاز فورمينج ارجانيزم فبيقولوا عليها انفيزيمتاس لان هي عملة حاجة زي الانفيزيمة انفيزيمة يعني زي ساكيولز كده مليانة هوا تمام بايلون فرايتس لان اساس المشكلة هي البايلون فرايتس في الاصل طبعا الموضوع الموضوعي اللي معانا به رينا الجنجرين تمام يعني انا دلوقتي حصل مثلا الانفكشن والانفلاميشن اللي حصل دوت الانفكشن والانفلاميشن دوت بالاسف ضرب معايا بلوت فيزل ميجور بلوت فيزل مهمة جدا حصل كاتنج بلوت سابلوي حصل رينا لسكيمة ممكن يحصل رينا الجنجرين تمام طبعا ممكن في الاخر خالص هيحصل بيرمنتوس هيما اتفقنا رينا الفانكشن وفي الحالة دي العيان هيكامل معايا بكرونيك رينا الفي طب يا دكتورة معاليش واحنا ازاي نقدر نعمل دياجنوز الصح لعيان بليرون فرايتس وقدر اعرف صح بمعنى ماينفعش اول حاجة تيجي مسلا عيان جاين لك من برة مثلا مراكب اسطرة هو اساسا عنده قلطة في المخ او نزيخ والعيان ده هما مراكبون له اساسا اسطرة في البيت وجاين لك المستشفى تيجي انت تمسك كيس البول او الاسطرة اللي مراكبها العيان اللي مقالها حوالي خمستاشر عشرين يوم مركوبة ويتقول لي يا دكتورة بعد اذنك انا هسحب منها حيو الانسان بالغلط صح تشيل الاسطرة القديمة اللي كلها مليانة انفكشن لان هي الاسطرة في حد ذاتها بقى تكون تامينية دهية والكيس جامع البول اللي موجود معها وعمل الاسطرة جيدة واقفلها واسحب كيلين سامبل مش بمعنى كلمة كيلين كيلين لا هي هتبقى اكتر بمعنى ان انا بقى اصحب بحاجات كيلين انستيريومين يعني مش اسطرة مركوبة بقالها خمستاشر يوم بسحب منها كيس جامع البول بقاله اكتر من عشرين يوم مركوب في العيان وبسحب منه لا لازم اجمع العيان بتاعتي بطريقة كيلين تمام اشيل الاسطرة القديمة او كيس جامع البول القديم وكمان التجميع ما يبقاش من كيس جامع البول ده انا بركب اسطرة جيدة واقفل الاسطرة نفسها واستنى واسه الربع ساعة ونص ساعة بعد كده افتح الاسطرة وقول للمريدة تفتح الاسطرة وجمع البول المطلوب وروح ابعاته للمعمل لو عين هي في اندي فيديول بقول له بعد اذنك بديله كوباية تدخل الحمام تحاول تعمل كليينج كويس في المنطقة دي وتعمل ميد ستريم يورين اللي هو مثلا اول شوية يعملهم في الطويلت بعد كده النص في نص الستريم يعملهم في الكوباية واخر شوية يعملهم برا الكوباية ده كويس كميد ستريم يورين سامبل يعني دي بتبقى المست اكريت وان في كل حاجة تمام طيب طبعا اول ان انت زي ما تفعلك الترازات اللي انا لسه كنت بقولكو عليها طيب طبعا بنعمل كالتشور على بلاد اجار بريت اي سيلكتف ميديا كويسة على اساس ان انا بحدد اي نوع الانت ميكروبير اللي انا بكمل عليه بعد كده خلاص في الكلام يا جماعة انت دخلك عيان يو تي او انت اول حاجة بتعملها بتروح سيحة بعينة بالطريقة دي تبعت المعمل بتبتدي انبريكا لانت بريتك لغاية ما بتاعتك تظهر في خلال 3-4 عطيات منها عشان خاطر ما تسيبش العيان ومنها برضو عشان ما تبقاش حكمت او سحبت وانت على انت بريتك واثرت على النتيجة بتاعتك طيب الدياجنوز بتاعتها هي كونفيرمت زي واقول ان ده عيان ده رواحت زي ما اتفقنا اللي هو عشرة قصة خمسة بيرمالي تمام او جد بص الحاجة التانية لازم اناقي ده جماعة عبارة عن شريط بنحطه كده في اليورن او عيانة اليورن سامدو وبشوف الشريط ده اخبره ايه بالالوان بتاعته وكل كالر بيانديكيت حاجة ففي منهم كالر بيقول ان فيه موجود بوزيطف في الحالة دي على طول هقول ان ده ان هو يقول ان العيان ده عنده معناها ان الوايب دات سيلز بتاعتي معديها لعشرة بير هاي باور فيلد اتش بي اف يا جماعة اني هاي باور فيلد من خمسة لعشرة اقل من خمسة مش دياجنوستيق خالص يعني كده ما فيش يوتي اي تاني لو لقيت الوايب دات سيلز اقل من خمسة ده عادي نورمال موجود في كل الناس من خمسة لعشرة مش سيجنيفيكانت اكتر من عشرة سيجنيفيكانت العيان ده طيب ممكن نلاقي اه وارد ان انت كده كده فيه موجود وتكسير موجود وجلميولاي وحربة اهلية بقى شغالة فممكن يكون وارد يكون فيه او مثلا فيه ستون هي سبب المشكلة كلها الستون وهي نزلة بتجرح شوية معي في اليوريتر او وده في حد ذاته هيخلي فيه موجودة تمام طيب عشان خاطر ان البكتيريا كلنا عارفين ان هي بترديوس النيتريت لنيتريت فلو لقيت فيه بوسطف نيتريت ده بستيك تيست برضو اختبار الشريط ده ده في حد ذاته بيبقى من البوسطف تيستيس اللي موجودة عندي تمام طيب الحاجة التانية بلد تيستيس طبعا مهمة كده ان اسحب بلد سامبل للعيان ده بالذات لو فيه سيستيميك انفكشن اكيد هلاقي فيه نيكوسيتوس تمام السيار بي هلاقيه هلاقي البلاديوريا نيتروجين اللي هو البن والكرياتينين لفل بتاعي بدأت تعلق وفي الحالة دي لازم اتابع العيان ده عشان اشوف هل ممكن يحتاج دياليسيس كحاجة تيمبراري مؤقتة لغاية مصلح البيونيفرايتس ولا لا راديولوجي طبعا فيه حاجات كثيرة جدا زي السونار والسيتسكان فيه حاجات راديونيكلوطايت دي مش بنعملها بصراحة بالجيليام بس لازم تبقى عارق والحاجة المشهولة جدا اللي هو الانترافينس بايلوجرام بص خلاصة الكلام انت لما بتعمل راديولوجي لأي عيان بايلونيفرايتس انت بتدور على حاجتين مهمين هل العيان ده عنده رفلوكس يعني فيه باك وورد او اليورين بيرجع تاني للكيدني هيبان في صورة ايه هيجي الدكتور يكتب لك في الكومنت تطع على فكرة يا دكتور انا شايف ان فيه باك وورد لليورين في اليوريتر والكيدني وفيه باك بريشر في الكيدني والكيدني كلها فيها يورين انت في حد ذاتك لوحدك هتفهم ان كده فيه بيزيكوريتريك رفلوكس تمام او في ستون فورميش اللي اتنين بيباني تمام فانت دايما في اي امجين بتدور على فيه رفلوكس موجود ولا لا وستون من الاخر بتدور على وجود رسك فاكتور يساعد على بريير نفرايتس ولا لا ممكن يتصلح ولا لا لكن انت عشان تحكم او تحلب ان فيه بريير نفرايتس دي بتعتمد اكتر على البثولوجي اكتر عشان يبقى صرحة مع بعض لكن عمر الصنار ما هيقولك ده فيه انفكشن والكيدني انفليند ومش عارف ايه وحوارتي درير جدا تمام اكتر ما هيساعدك الراديولوجي يقولك فيه سبب واضح وجوهاري لهذه المشكلة ده تأخر وتعليجها ولا لا تمام طيب المانجمنت لازم ناخد بالنا ان كل الانتيبيوتكس بتاعتنا بتختار على حسب الاناليسيس وعلى حسب السيليستيبتي والكاليتشورز بتاعتنا بس انت عندك حكتين هل الحالة بتاعتك بمعنى ان العيان بتاعتك لكن ما عندوش نزية ولا فومتين ولا دي هايدريشن ولا العيان بتاعتك سيفير وفيه فومتين وديارية وفيفر والحاجات دي او عيانة ريسكي زي اي عيانة بريجنانت لو تمام ده خلاص ندفع تحجيزه مش هتحتاج تحجيزه في المستشفى ممكن تتديره بتاعته في البيت من 7 الى 14 يوم ويتحسن ويرروح لكن لو عيانة بتاعتك او ريسكي بيشن بريجنانت في ميل بيشن وسيفير ايرل وفي نوزيا وفومتينج وديها ايدريشن وفيفر وشوك في الحاجة دي لازم وليزم تديها البيترابي على الاقل 3-4 تيام وخمس تيام وبعد كده بتفرق بالاورال الترابي 7 تيام تمام طيب الابشنز بتاعتنا كثيرة جدا فيه عندي حاجة زي البكترين فيه عندي حاجة كينينونز الاموكسسيل والاموكسي كلافيرونيك أسد والجنتاميسي تمام طيب ده بالنسبة بالميل كيزز السيفير كيزز الفلورال كينيرون تمام IV بعد كده أورال الاموكسي بعد كده ممكن ندي البكترين أورال ثيرد جيريشن كيفالوس بورن IV بعد كده ممكن ندي حاجات البكترين أورال طبعا أو فيه عندي بيبراسيلين والكرباميرونز طبعا الامبولاتوري بيشنز البيشنز اللي يقدر يتحرك أو ما فيش اي مشكلة معاه ممكن تديه أورالي ثرابي من 7 ل 14 يوم لأي انتي ميكروبيا تمام طيب آآ نيجي نتكلم في البريفنشن أنا دلوقتي عيانة ريزكي ممكن يحصل هل ممكن يا دكتور يحصل أن أنا قادر أخذ ما يحصلش ممكن وفي الحالة دي بدي حاجة اسمها بس بالهالف زي بتديه لمدة 3 أسابيع أو آف والامبولاتوري ده نشحنا قولنا في الأول في الامبولاتوري سنحجزه بالمعنى آآ عيان مش هسبيتاليزت يعني انت في عيان ممكن تبقى تخليه هسبيتاليزت لأو عيان سيذير قل لدرجة انه ما ينفعش يروح البيت في عيانين تاني ممكن نراقيهم آآ فيفر وفومتينج وكده بس العيان بيتحرك ومش لدرجة انه رأيت في السرير يعني سيذير دي تحت السمتوم آآ تاني أنا جاي اللي عيان سيفير L في الأول خالص هحجزه هتدي له IV انت بقيتك 3 ايام بعد كده اكمل معادي 7 ايام أورال طيب العيان ده سيفير سيمتوم بس أمبيولاتري بيتحركوا بيروحوا بييجي مفيش مشكلة لو خليته يروح ياخد أورال ترابي تمام من 7 ل 14 يوم وتابقوا ماشي طيب البراجل لانت لماذا بروحه تتحرك عياني لاني دي وعندها بيبي ممكن يحصل الاسنين للبيبي بيحصل كوريو أمينايتس يعني لسه شايفين حالة الاسبوع اللي فات كوريو أمينايتس والعيانة دخل في دي يعني الدرجة ان العيانة بريشياس بيبي 34 اسبوع وإحنا السنة احترنا قدامها نعمل ترمينيشن ولا لأ يعني عندها اتنين بيبي ضايد قبل كده العيان دخل في بتاعها اعتبرته حاجة عادية جدا للأسف حصل حصل 20 ألف مش عارفين نعملها ترمينيشن لأن الترمينيشن بتاعها رازم يكون سكشن تمام يعني العيانة دلوقتي اساسا احنا دلوقتي بنيديها استرويد عشان نرفع معانية بنيديها بنيديها عشان عايزين نعمل بأي شكل مش عارفين نفتح العيانة على 20 ألف ادينا في الأول منفعش وطرين استرويد عشان نرفع قولنا لحظة يكون في انتي بلتتت انتي بدي تشغال عليها بيقسر لها البلتت وللعليم مش عارفين نفتح عشان خطر البلتت بتاعيتها واقع عشان كده في كارثة لأن أبسط حاجة ممكن يعمل هي ممكن يعني فتا فتا فدا بيبقى قدامنا وان سحصل خطر يعني مجرد مجود بكتيريا بس في اليورنسيجنيفكانت وهي مستمتوماتيك وبريغنان لازم تاخد ثرابيا دخلت في يو تي اي لازم تاخد ثرابيا حتى لو كانت لستة في البداية وانكمبيليكيتد ومش مانفست بحاجة لازم تاخد ثرابيا اولا عشان انا ما تخش في ديلمة معاها هي بعد كده بايرينفرايتس وسيبسيس وسيبتك شوك وعشان البيبي لان نفس الانفكشن ممكن يأسند الريع البادر للكيدني ممكن يأسند عادي جدا عن طريق الفاجانا لليورتروس وياخد البيبي وياخد ويعمل لها مصايب صودة تمام؟ تمام يا دكتور طب ان الانتيباتيكس دي احنا نحفظها بالترتيب ولا اي احفظها بالترتيب يعني انت هتلاقي تقريبا نفس الانواع واحدة انا حتى مش طالبة جرعوض بس نبقى عارفين الانتيباتيكس طبعا نخدوا بالكم من حاجة دي هنشوفها دلوقتي ان الكيميلون من الحاجات الانتكيتد في يعني دي رسا اقولها لكم بتاع الانتيباتيكروبيا تمام؟ طبعا طبعا تفضل وحضرتك المشلق المكتوبة لي نيفروتوكسك وكده انا ممكن اعرض الباشن على فترة انا عايزة اقولك ان ممكن بتاعتك تحكم عليك ان هي بالحاجات دي بس للاسف حاصل ابيوز غير عادي للانتيباتيكس برا ووصلين لنا مرحلة وحشة جدا في الانتيباتيكس ان الانتيباتيكس العادية انه نفروتوكسيك مبقيتش سنسفل بقيت رزيست فبنكتبها وبنتبع علينا يعني لسه عندنا حالة اللي كنت بقولكو عليها طبعا احنا كتبنا احنا عندنا مشكلة علينا فانكشن عالية فاحنا مدين علينا الفانكشن بنتابع علينا الفانكشن وصلت اه يا دكتور وصلت تمام اه يا دكتور هي ايه التي ام بي دي التي ام بي اه الدرجة الاول دي ايه دكتورة الدرجة الاول اللي مكتوب في المايد سنتي طيب انا هجاوبك عليه حاضر في الاخر عشان ده هيحتاج شرح مبصل ماشي بس عشان بس الحق لان فيه عند المشكلة واحتمال قربة تتقذها ماشي طيب مبدئيا اه نمالية نتكلم عن بتاع اي عيان بيون الفريتس ايه الحاجات اللي ممكن تشابه البيون الفريتس في اعراضها اول حاجة ممكن يكون عند العيانة دي وعندها بلفيك انفلاماتوري ديسيز زي ما هناخد في النساء ان شاء الله اللي ه الفيميلز اللي بيبقى عندها مشكلة طبعا المالد فيميل اللي بيبقى عندها بلفيك انفلاماتوري كونديشن تمام اه ممكن يكون العيان دي اكتوبك بريجنانسي لان النوزيا والفوميتنج والبين بتاع الابدوين ممكن يكون اكتوبك بريجنانسي عشان كده دائما في حالات اليو تي اي كتير جده بنطب بريجنانسي تست عشان نكسكرودي ان ده مش اكتوبك بريجنانسي وان ده فعلا بيرون الفريتس لان فيه تشابه جامد في الاعراض بين الاثنين في الفلانك بين والنوزيا والفوميتنج تمام طيب ممكن تكون دايورتيكولايتس ان شاء الله بذن الله تاخدوها السنة الجاية في الجاي تي ممكن تكون رينا الكاليكيولاهوي ممكن تكون رينا الستون عاملة فلانك بين وعملة نوزيا وفوميتنج ومخليها العيانة قيل دوية اللي الداخل في الدفرشن دائماس بتاعتنا تمام طيب عموما لازم ناخد بالنا في البروجنوزيس ضروري نعمل early detection و early treatment لان ده بيفرق معي كتير جدا 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 في الكنديشن بتاع البشنت بتاعي تمام ولازم يكون فيه baseline assessment كويس جدا لان البيون الفريتس ممكن تحصل في اي وقت كبريماري او secondary disorder لأي حاجة طبعا زي ما اتفقنا لو حصل للابس لازم اعمل كورس تاني مدة ستة اسابيع تاني تمام ومهم جدا ان بعد ما خلص الثرابي تماما وكمبليت الثرابي بتاعي وينوت ان انا اعمل urine culture جديد اسبوعين بعد ما فانش الثرابي عشان اتأكد ان انا بالنسباني خلاص ايه مفيش عندي اي ارجانيزم ممكن يكون موجود وان انا تمام التمام وعملت الكورس بتاعي صح ومفيش اي ارجانيزم موجود ممكن يعمل reinfection team تمام طيب او relapse طيب كوريت بيوني فرايتس معناها ان العيان ادخل في كزا مرة يعني ممكن يدخل في بيوني فرايتس كزا مرة الحالة دي بنتدي انتي بايوتك بروفلاكسيس بس المرة دي بنتديها بالهالف دوسنز بتاعيتنا بنعتمد أكتر على البكتريمو وعلى النايترو فيوناتوين الحاجات دي بنديها بس بندي جرعات هاف الدوزس يعني مثلا إذا كانت مثلا بسكرايبت في العيان نيوتي اويل عادي 500 كل 12 فأنا بديها 500 وانس 3 أيام مثلا تمام وآخرنا ماكسما بيبقى 3 أيام في البريفنشن الحاجة التانية ممكن نعمل حاجة اسمها انترافاجينا الاستراضيول بالفيميل بالزيت ممكن نطلب من العيان ده أنه هو يشرب جوسس بكمية كبيرة تمام طيب الأهم من كل دوت لو البريفنشن تبتعي لازم أحاول أشير الأسطرة لو not needed لو needed فكرة تاني هيتعامل دلوقتي زي ما أنا هقول لكم في الاسبيشن الكاتيجوريزيشن اللي هما الناس عطول بتستخدم تمام طيب فكرته كلها أن العيان ده بيحصل عنده يعني التاجس كتيرة جدا من يعني جاته أكيد خلصها جات أكيدو بيون reflective تاني وهكذا حصل 3-4-5 أداك مرة واحدة فخلت العيان ده حصل كيدني دامج كيدني كلها تقيبا بقت دامج لأن كل أداك كل أداك كل أداك لغاية ما كيدني بتاعيتن بقت كلها دامج لعيان ده خفية ساعتها بقولها على العيان ده بقى خلاص هي الكدني عنده وصلت لمرحلة كلها شكلها كده شكلها كلها لان خلاص من اللي عندها هي خلاص بتاعها تمام فالعيان ده بقى عنده تمام طبعا للأسف العيان بيدخلوا بعد كده من هنا وبيخسروا بعد كده تمام طبعا المانفستيشن بتاعتنا ما بيبقاش فيه سيمتومس الانفكشن لانه هو خلاص اتعود ان فيه كزا التاج جت ورا بعد عملت وخلاص الكدني بقت كورونيك خلاص هي بقت يا جماعة يعني خلاص من قطر الانفكشن اللي جيه في الكدني ده وضمارها بقت شكلها كده تمام ما هيش الهاتي كدني تشو اللي احنا متعودين عليها تمام طيب لكن ممكن العيان ممكن العيان يبقى معاه يعني حاجات تدل على ان الكدني خلاص الكدني تعبت ما بقيتش بتاخد كفاءة الشغل بتاعتها وبتعمل فلتريشن للبلوت من اليوريا والامونيا والحاجات التوكسنز واليوريميك توكسنز تمام فتلاقي العيان ده معاه نوزيا بومتينج ممكن بوليوريا لان الكدني خلاص عندها لوس للأبريتي بتاعت الكنسنتريشن بتاع اليورين اكسيسر ثيريست لان هو من كتر البوليوريا بيحتاجيش رماية كتير ويت لوس بدأ يخص جامد جدا تمام ممكن ديارية ممكن يبقى فاتيجد هدك بور ابيتايت كل الحاجات دي بتقول سايمز ان العيان ده مثلا خلاص بدأ يدخل في رينال فليور والريتنشن واليوريميك توكسنز دي هتبتلت تعمل كل الحاجات اللي احنا نتكلم فيها زي ما هتشوفه هكرا ان شاء الله في محدد السيكيدي تمام وفي الآخر خاص زي ما اتفقنا هو هايبرتنشن الاسسيسمنت بتاعنا بتحتاج سيراك اللي هو رينال فونكشن طبعا لان انت خاصة عينك بدأ يدخل في رينال فلير في اهمهم الكرياتين واليوريا ممكن تعمل كاتشور سنسيفتي وانه هم مش هيفيدوا معاك قوي لان خلاص رينال تكتشو بتاعك بقى اسكارد وبقى تقريبا فيبروتك ممكن تعمل انترافيناس بقيلو جرام اللي هو بحق انصبغة من تحت في اليوريثرا وبصور اليوريثرا باليوريطر بالكيدني واشوف فيه اي مال فورميشن ستون استريكتشور رفلاكس بس برضو مش هيبقى ليه الخب الاوي لان خلاص يكين تقريبا دامجت يعني انت مهما عملت ومهما اتدخلت الموضوع خلاص انتهى تمام طيب الكمليكيشن زي ما اتفقنا هايبرتنشن عشان بيحصل دستراكشن لأكتر من 90% من الجروميولاي طبعا عين بعد كده خلاص بيدخل في وبيضطر ان هو يعمل ضياريس بعد كده تمام طبعا ويبتد يحصل اليورين ده كله عبارة عن الصوت الصوت السنتي تكون على بعض يبتد يعمل كتيرة جدا تمام طبعا على حسب ما ببقاش عشان بأصروحها مع بعض بتاخد بالك تابع علينا الفونكشن ولازم تاخد بالك برضو في الدراك زي انت بتديها للعيان دوت لان هو بالنسبة كبيرة جدا هتلاقي بتاعته عالية واي دراك هتديه لازم تبقى على حسب بتاعته ايه لو كان خلاص بدأ تمام طبعا مجمع جدا ان انت برضو في حالات تدي فكرة ان احنا مسلا لو عين عندنا في تعمل لازم مهم جدا تاخد بالها من لو العين ما بيجيبش يورين ما تديش يورين سلامة عين ما بيجيبش يورين عشان ما يحصل شوفه لي لازم تتابع الحرارة كل شوية تمام ولازم تدي ادكوت في لويد ونعمل امبتنج للبلودر كويس يعني حاجات كده بنقول عليها نيرسين كير عشان ما تحصلش عندي كرونيك بيوني فريتس لحالة نيمة عندي في العناية تمام او لحالة قوليدي خلاص دخلت في كرونيك بيوني فريتس وان انا بحاول على قد مقدر ان انا اكير الباشنط فلازم النيرسينج انستراكشنز دي بتتعامل لأي عيان بيوني فريتس وان سنين انت خايش يدخل في عشان بتخلش في كرونيك بيوني فريتس او ممكن يكون بدأ يدخل في كرونيك بيوني فريتس تعمل 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 تتابع تتأكد من تبياخدها بتاعك تمام لازم تعمل كل شوية وتشوف هل في مشكلة ولا لا طب انا بعد على العيان بمر على العيان العيان ده مش جايب يورين طب اعملي فلاشي الاسطرة يعني معناها ايه احقيمي سالين في الاسطرة وافتحيها نشوفها تجيب يورين ولا لا ممكن تكون الاسطرة تسدد بحاجة يا دكتورة مش جايبة طب معلش تشيري الاسطرة ومتغير اسطرة جيدة يمكن اسطرة تسدد وهكذا ده اللي بنقول عليه طيب نيجي ندخل بعد كده على السيستايتس والسيستايتس تعني ان حصل بتاعمل تحديدا تمام طيب بتاع 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 يوريثرا ويوا ده اللي بيعمل ان فيه مثلا اليورين معانيش ده في الفترة طويلة او في تسدد في المكان ده فترة طويلة فاليورين فحد بذاته اللي بيعمله اللي بيعمله بتاعت depress curly ولليوريثرا فحد ذاته كافير ان هو يدخن في حاجة اسمها سيستايتس طيب السيستايتس دي بتحصل مبدئيا بحاجتين المست كومن روت أوف انفكشن عن طريق الجي آي فلورا تمام الفكرة كلها ان احنا عندنا الريكتم اوبنينج بتاعتنا بتبقى قريبة جدا من اليوريثرا الاوبنين تمام او الاتنين بيبقوا في نفس الميديا فسهل جدا ان انت مثلا دخلت التويلت ما عملتش هايجين كويس بالمنطقة دي فاي جي آي فلورا سهل جدا تدخل اليوريثرا تعمل طبعا على اليوريثرا واليوريثرا وتبتلت تعمل وتبتلت تعمل وتبتلت تعمل وده اكتر كومن قوزة او وجود او باثوي تمام طبعا عندك اول حاجة سواء نتيجة طبعا هو بيقول لك اللي سهلة جدا تساعد على وجود باثلجين في البلادر او اليوريثرا نمر واحد عشان بالنسبة للفيميل اكتر طبعا او اي انت عملتها تانية خطوة بتحصل الانفكشن بتاعنا البكتيريا نفسها بتتأسند لغاية بتوصل اليوريثرا تالت حاجة البكتيريا دي اساسا في اه مع الفلورا كل الحاجات دي بتيجي من الحاجات دي بتتجمع كلها طبعا لها كتيرة من الحاجات التانية بتتدي تأسنده عشان خاطر تعملي اليوتي اوي والسيستايتس وممكن بعدكها كمان تأسنده على كدني وتعمل طبعا اللي يعمل السيستايتس هو الهيماتوجينس يعني جاي من البلود سترين يعني مثلا عيان بتاعك مثلا السيا عنده انفكتب اندوكاراديتس عنده ستاف اوريوس تمام اه مثلا عنده هباتيك سيست او هباتايتس عنده نومونيا عنده انبييما عنده لانج ابسس تمام فالبكتيريا اللي عملت كل الحاجات دي تدخل في الهيماتوجينس سبريد عن طريق البلود ستريم وتوصل البلود وتارمين انفكشن وتارمين سيستايتس وارد بس ده مثلا نقول بنسبة 5% 4% 3% انسوا تمام طبعا واكتر اتنين بلود جروبس تجيب انفكشن بالطريقة دي هما بلود جروب اي وبلود جروب بي تمام طيب السيستايتس بتاعتنا زي ما اتفقنا احنا lower upper انا عندي حاجات complicated وعندي حاجات uncomplicated طيب لو قلنا complicated UTI اللي هي complicated lower urinary tract infection لو السيستايتس الرسكي فاكتور بتاعتنا في الوومن في الوومن دايما اكتر ناس order السيستايتس اول حاجة short heurithera تاني حاجة عشان البرغنانسي تمام البرغنانسي الهرمونة لنفسه بتاع البرغنانسي بيعمل ومن ناحية تاني برضو البرغنانسي بيعمل mechanical compression بوجود البيبي في اليوترس على اليوري واليوريثرا تمام طبعا وزي ما اتفقنا لسه هرمونة في الأثناء المنبوز والحاجات دي طبعا دي برضو بتأثر على البكتيريا في المين طبعا مين بسبب وبالزياد في الناس اللي ايش زي ما اتفقنا بيبقى عندهم حاجة اسمها بي بي اتش بنائم بوستاتي الناس دي طبعا بيتبقى عرضة اكتر انه هما يبقى عندهم يوريثرا او او ميكانيكا او مع بيعمل وده بيخليهم بيحصل اكتر طبعا الحاجة التانية وده بيحصل اكتر زي ما اتفقنا اي ان كومبيليكيتد لازم تكون في ومعندهش اي اللي بتخلي العيان يدخل في كومبيليكيتد سيستايت كتيرة جدا نمرة واحد اللي هو فتحة اليوريثرا فيها مشكلة مثلا العيان عنده يوريثرا فيه ديء شوية في اليوريثرا مثلا العيان عنده اساسا بلادر ابنوماليتي شكل بلادر نفسها مش النورمال اناتوم بتاعنا اللي احنا تعودنا عليه او نيروجينيك بلادر عشان فيه تمام او اساسا هو عامل فيها عملية او عامل لها نستريومينتيشن براكب فيها اسطرة مثلا ممكن تكون زي ما احنا قلنا تمام ممكن تكون الحاجة اللي بعدها الضيابيتس زي ما تفنى الضيابيتس من الحاجات السهلة جدا تخلي فيه وده هيسهلي اكتر فكرة ممكن زي ما احنا اتفقنا اللي هو الناس اللي بتركب اسطرة كتير او مثلا بتركب كذا مرة طبعا دي معناها الاسطرة بدل ما بتدخل بها من فتحة اليوريثرا بتركبها من فوق ودي بتتعامل اكتر في الناس اللي عندها مشكلة اصلا في اليوريثرا وانتا ما تقدرش تدخل الاسطرة في اليوريثرا وما يقدرش ابدا تسيبه من غير لان فيه حصل اليوريثرا فلازم تفضيه عن طريق السمربيب الكاثتر تمام زي ما اتفقنا كانت التريزيشان اليوريثرا تمام دي الفاكتور التاني تمام وبرضو احنا قلنا اليوريثرا لسا احنا اقلين دلوقتي كل الحاجات دي سهلة جدا تدخل عيان ده طيب طيب زي ما اتفقنا الايكولايد دي المست كومان وان تسعين في المية وهو اللي خليها برضو كمست كومان كوزيتف ارجانيزم ايكولايد هو ده اللي خليك في حياة البايوريثرايتس تمام في حاجات الانتيرو بكتيريوس زي الكليفسييلا زي البروتياس تمام ممكن برضو في حاجات جرام بوزيتف زي الانتيرو كوكاس جروب بي بيتا تمام ودي اكتر حية اللي هي بتعمل هانيمون سيستايتس اللي احنا تكلمنا عنها من شوية الكانديدا تمام في حاجات زي الجونورية والكلاميديا ودي اكتر من اللي هي بريزنتد مع الفيميل او الميل المرد تمام الشيستيزوم هيماتوبيا بالذات زي الدلتا تمام من الحاجات الكومان جدا اللي ممكن تعمل سيستايتس طيب حلو الكلام الجدول ده والحاجات الانت يعني انت عندك مثلا الانكمبليكيتد اي كولاي بعد كده بعد كده بعد كده بعد كده تمام عندك اكتر حاجة بعد كده صلو بونس برضو طبعا امكي حاجات زي تمام وساعتها ياخد بالك دي بتبقى بسبب ان انت ركبت أسطرة لان انت عملت introduction للفورين باثوجين ده بحاجة فورين انستيريومنتز أو فورين بودي انستيريومنتز تمام طيب او الستاب طيب روفيتيكاس وزي ما اتفقنا دي يعني غالبا بتشوفها اكتر في الانكمليكيتد نيولي مارد في ميل ودي اللي بتعمل هاني مونز ستايتز زي ما اتفقنا اليستس تمام دي بتبقى اكتر مع الأسطرة الفيروسز زي القدينوفيروس الفيرسيلو دي رير جدا كلاميديا تراك ومناتس برضو دي بتبقى رير قوي بتبقى مع السكشوال تراسفيرت الدسيس تاني طيب كنيكا بريزنتيشن يا دكتورة انت المراضي بتلعب على lower urinary tract infection يعني كل السمتوم ستايتها لها دعوة lower urinary tract بمعنى حاجات للفويدينج دي سيوريا هو بيعمل كل شوية عايز يعمل عايز يعمل بكميات قليلة بقول عليها بادخل الحمام كتير يا دكتور بس في كل مرة ما بعملش غير 20 سنتي 20 سنتي 20 سنتي بس ممكن ندخل 20 30 40 50 مرة فده بقول عليه يعني معناها ان العيان مش قادر يصبر عالطويلت يعني بيجري عالطويلت وبيخبط على الباب جامد لو طويلت مجهول لان هو لو مش في الحال اتصرف وعمل بويدينج هيعمل بويدينج على نفسه ووصبا عنه بنقول عليها تمام؟ هيماتوريا وده بتحصل في 50% من الحالات لان احنا زي ما اتفقنا ده انفكشن وانفلاميشن وديستراكشن هيحصل فممكن يحصل رابشن لأي بلد بيزن صغيرة فده يتحدى ذاته يعمل هيماتوريا لكن في العادة السيستراكس ما بقاش معها فيفر الباييرونيفريتس يكون معها فيفر لان دي اكتر موجودة كسيستيميك سيركوريشن لكن دي موجودة اكتر على مستوى فعشان خاطر ندخل في فكرة بكتريميا وسبتسيميا والحاجات دي لازم الاول نكون حاصر باييرونيفريتس عشان نتكلم في الحتة دي فدايما يعني آخر حاجة نفكر فيها ان ما بقاش فيها فيفر لكن هنلاقي معها ديستيوريا هنلاقي معها فريكوانسي هنلاقي معها إيرشانسي هنلاقي معها هنا طريق طيب لو العيال معها ديستيوريا فريكوانسي فيه حاجات مهمة جدا لازم تفكر فيها مش شرط يكون يوتي اويد سيستايتس ممكن تكون حاجات تانية غير السيستايتس يعني الديستيوريا وفريكوانسي نسبة 80% بتحصل من السيستايتس وتبقى لها كوستف أرجانيزميز زي الإيكولاي والستاف سابروسفتيكا والبروتس والكليبسيلا ممكن تحصل بنسبة 10-15% كيوريترايتس بسبب انفلاميشن في اليوريثرا مش سيستايتس كمام؟ زي في حالات الجنورية او الهيربستامبليكس فيروس او التراكملونوتس كل حاجات دي بتعمل يوريترايتس وبرضو هتعمل بريزنتيشن للعيان ده في صورة ديستيوريا وفريكوانسي ممكن الديستيوريا والفريكوانسي تبقى بسبب فاجينايتس في الفيميل لو هي عندها كانديدا انفكشن او تراكمونس فاجونيليس او بنسبة اقل من 1% الاسباب تانية زي هايبسترونجينيسم فانكشنل اوبستراكشن ميكانيكال اوبستراكشن كيميكالز استخدمت حاجات معينة وهي بتعمل هايجين كويس للمنطقة دي فالكيميكالز حد ذاتها ايريتيتب فهتعمل لها ديستيوريا وفريكوانسي يبقى مش اي ديستيوريا وفريكوانسي شرط اساسي السيستايتس بتبقى نسبة 80% السيستايتس لكن ممكن تكون كبريزنتيشن لحاجات تانية زي اليوريثرايتس في الميل زي الفاجينايتس في الفيميل زي اي حاجة تانية الناس اللي هم عندهم فانكشنل اوبستراكشن او او بتستخدم كيميكالز كتير عشان تعمل هايجين للمنطقة دي او عندها هايبو استرونجيز الاسترونجيزم الاسترونجيزم بتاعها قليل طيب ازاي افرق بين السيستايتس وليوريثرايتس لان حضرتك دلوقتي الدستيوريا وفريكوانسي ما تزعليش مني هو بنسبة 80% كالسيستايتس و15% كالسيستايتس طبعا كفاجينايتس هنعرفها هتبقى سهلة يعني ابسط حاجة هتقولك في ميل ان انا بيبقى فيه مشكلة مثلا على مستوى الحاجات اللي هي كاملت في ميل تمام ممكن الحاجات التانية انان تقولك مثلا كهيستوري ان انا بستخدم كيميكالز كتير لكن انا مثلا لو جاء عيين عنده دستيوريا وفريكوانسي وعايز اتأكد هو مشكلته سيستايتس اكتر ولا يورثرايتس فلازم ااخد بالي ان في حالات السيستايتس لا تستخدم تمام لكن الريورثرايتس لازم تكون حاجات السيكشوى transmitting disease المور acute onset ده بيبقى اكتر مع السيستايتس السيبير بيبقى اكتر مع السيستايتس البيين والتنضرنس في السوبرابيوبك area بتبقى اكتر مع السيستايتس لكن الريورثرايتس اخيرا هي الريثرايتس لكن مش هتلاقي معها لبيين ولا تنضرنس في السوبرابيوبك ريشون ولا اي حاجة من الكلام دوت حتيتيكي بتعمل لو في بكتيريا في اليورين بكتيريا فدا سيستايتس لو مافيش بكتيريا في اليورين يوريثرايتس طبعا في السيستايتس اكيد باعتبار ان في 휘يلاني بتاعه يوريان البلادر متأثر وبدأ يحصل وفي كله نزل هتلاقي إيه هو بتاعه كلاودي تمام هتلاقي مال اوضر رحته وحشة جدا ممكن يكون بلادي لان احنا قلنا فيه جيماتوريا لكن الكلام ده مش هنشوفه في اليرثريتس طيب ايه هو الديفرينشات ديجنوزيس لسيستايتس يعني لو عين عنده سيستايتس هل في حاجات تانية ممكن تعمل سيستايتس اذا انها تكون انفكشوس اوه لو عينة في ميل بريجنانت جيت بريجنانت وبعد كده ولدت فحد ذاته البيبي هو بيعدي في بيعمل ترومة محترمة للبلودر طبيعي يعني او بتقول اكيد الدكتور هو بيفتح لازم هيواسع شوية البلودر اللي بعيد عشان يفتح اللي يدرس عشان يطلع البيبي كل ده بيعرض البلودر للترومة كتير فتيجي البيشنك بعد الليبرت وقول لك ايه انا باجي اعمل حمام بعيط بيحصل دوسيوريا عنيفة جدا ده مش كده وبس ده ايرجنسي وفريكوانسي ده ممكن ادخل الحمام تلات اربع مرات من بعد الولادة واعمل كميات قريلة جدا تيجي تقول لها ايه ده بحسن تكون سيستايتس لا يا باشا معلش دي حاجة اسمها تروماتيك سيستايتس مش انفكش والسيستايتس مش يوتي اي دي خالص دي تروماتيك سيستايتس دي وردة بعد البيشنك ما تولد جيت بتاع البيبي بتاعها يكون فيه ترومة حصلت لاي سبب في البيبي فهتخلي فيه ترونزينت بيليو تلات اربع خمس ست ايام لغاية ما لبيش هنتبقى اول فيه سيستايتس بس بسبب الترومة لان انا عملت الترومة البلادر فعملت فيها سيستايتس بس مش انفكشوس يعني تجي تعمل يورنانيسي مش هتلاقي فيه اي سينز تقول لك العين ده فيه انفكشن حصل لليورثراسيسا او يورنان البلادر تمام تاني حاجة طبعا انترستيشال سيستايتس دي بتبسأ سببها اوتو ايميون بروسس الاوتو ايميون بروسس اللي كلنا عارفينها بجسمنا اللي بتحصل افق النون كوس محدش بيبقى عارف لها سبب غير ربنا سبحانه وتعالى فيه ناس اجتهدت قايت لك اوترا فيولو تري فيه ناس قايت لك هرمونال فيه ناس قايت لك جينيتك فيه ناس قايت لك انفيرومينتال المهم محدش اتفق لغاية النهاردة على سبب بس كله اتفق على حاجة واحدة انه افق النون ايتيولوجي الجسم للأسف كانتيباضي بيهاجم نفسه بيهاجم كل السلف انتجن اللي موجود في جسمك والسبب غير معروف مفروض ان الانتيباضي بتاعك ما يتعرفش على السلف انتجن كفورين انتجن ما يحربوش لكن هنا يشاء ربنا سبحانه وتعالى ان جسمك الاوتو ايميون بتاعه بقى مجنون مش طبيعي عنده السلف انتجن زي الفورين انتجن فيبتدي الانتيباضي يهاجم اي حاجة فيها السلف انتجن منها يريدها بلادر فيعمل عند العين ده انترستيشن سيستايتس اوتو ايميون انترستيشن سيستايتس لكن مش انفكشوز يعني تيجي تعمل يورين اناليسس لا هتلاقيه كلاودي ولا فيه بكتريوريا ولا فيه اي حاجة تمام ولا فيه كوزف اورجانزما اصلا حتى في الكالتشر هتطلع لك فيه عندنا بعد كده حاجة اسمها ازينوفيلك سيستايتس دي نتيجة ان الازينوفيلكس نفسها بيحصلها انفلتريشن في الانترستيشن بتاعت اليرين البلادر وبتبتدي تعمل نوع من انواع السيستايتس مش عايزين ندخل في تفاصيلها مش عايزين اكتر اكتر من كلمتين دول فيه حاجة اسمها هيمراجيك سيستايتس ودي بتحصل مع الناس اللي بياخدوا ريديو ثرابي او كيمو ثرابي عشان خاطر بكانسر عندهم كانسر يورين البلادر عندهم كانسر اوفري فمضطرة تاخد ريديو ثرابي في المنطقة دي العين بياخد كيمو ثرابي لاي سبب ان كان عنده كانسر انوي في جسمه كل الكيمو ريديو ثرابي ممكن يعملي حاجة اسمها هيمراجيك سيستايتس طبعا بيعمل سيستايتس مع الربشر بتاع كل المايكرو بلاد بيزنس الصغيرة بيبتدي يحصل زي هيماتورية فقلنا عليها هيمراجيك سيستايتس تمام؟ طيب ايه اللي ممكن تعملها لأي حالة سيستايتس كانفكشو سيستايتس مش الحاجات اللي كنت بتكلم فيها من شوية نعمل واحد لازم تاخد بالك ان احنا نعمل يورين اناليسيس فعشان كده لازم نجمع عينة ميد ستريم يورين كوليكشن يتاخدها عادي جدا من التجميع العادي يا اسطرة ما نفعش يبقى بنركب سوبرابيوبك كاثتر وبنسحبها بسوبرابيوبك أسبيريشن كاثتريزيشن ودي بتبقى اكتر في التشولدرين او اي عين عنده مشكلة ميكانيكال اليوريثرا نفسها مقفولة ما تقدرش تسحب سامبل عن طريق اليوريثرا بتاعيتها لازم تعمل تجيب بتاع اليورولوجي وتقوله بعد اذنك يعمل لي سوبرابيوبك أسبيريشن لاننا مش قادر ياخد سامبل خالص عن طريق اليوريثرا تمام طيب الحاجة التانية اللي هو الميكروسكوليك إجزامينيشن طبعا هنلاقي تسام في المئة من البشنس اللي عندهم انفكشوستيستايتس او لور يوريني تريكت انفكشن عندهم اكتر من عشرة والبطسلس بيركيوبك مليميتر النورمال زي ما اتفقنا اقل من خمسة من خمسة لعشرة ساسبكتت اكتر من عشرة تمام طبعا بتعمل جرامي ستين وبنعملها على كزا ميديا عشان نشوف نوع الارجانزم اللي موجود ممكن نعمل حاجات كيميكا لسكرينينج زي عشان نشوف النيتريت زي ما اتفقنا البكتريا بتحول نيتريت لناتريت تمام ممكن نشوف بعض الريكوسايت ستريز من الحاجات الاسبسيفيك بنسبقنا دي من الحاجات المهمة جدا 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 وإمبورتان عشان تحدد نوع البكتريا ونوع الانتيبانكروبيا الثرابي اللي يبقى سنستيف للبكتريا ده طبعا خد بالك من حاجة مهمة جدا أكتر من 100 ألف وقود كولوني فاكتور يونيت للبكتريا ده خلاص دياجنوستيك كونفيرم انداتي بكاريوتي او لو أقل من 100 ألف أو أقل من ألف إنديكيتف لسستايتس لو البكتريا سيمتوماتيك تاني إنديكيتف لسستايتس إذا البكتريا سيمتوماتيك يعني لو بيشن جايلك سيمتوماتيك وبيشتكي وانت لقيت إن فيه فعلا موجودة عندي بكتريا وفعما تلاها كالتشر طلعا كولوني فاكتور بتاعتها يعني ما بين الألف للمئة ألف فده إنديكيتف إن العين ده ما بيستعبطش وفعلا عنده سستايتس لكن عشان تحلف خلاص إن ده تيبريكال يوتي اوي حتى لو العين مش سيمتوماتيك تكون معاديها المئة ألف بكتريا طيب نحن نكلم في حاجة اسمها تاخد بالك في نقطة مهمة جدا إن العين ده عنده كتير جدا للسستايتس حصلت في خلال السنة بكذا مرة أو بكذا طريقة فحصل تمام وده في الحالة دي لازم تعمله محترمة لإن في الحالة دي أكيد العين ده عنده بيخليه يدخل في ممكن توصل لمرحلة إن انت تعمل استكشات اليونينا البادر عن طريق حاجة اسمها سيستوسكوبي يعني في سكوب كده بيدخل من اليوريثرا وبتستكشف اليونينا البادر بتاعتي البيشان ده وبتعرف إيه سبب اللي بيخلي البيشان ده بيدخل في طيب إيه هو التريتمنت بتاعنا وبتسحب لغاية ما بتطلع وبتشوف أخبارها إيه تمام طبعا أكتر ممكن نستخدمها في حالات الامبسيلن أو الاموكسي سيلن الاموكسي سيلن والسيفارين والسيبرفلوكساسين والنورفلوكساسين والجنت والميسين الباكتريس طيب الديوريشان بتاعتنا لو أنكمبليكيت التلاتة أيام لكن لو كومبليكيت دوريقارن من عشر إلى 14 يوم تمام لو أنت عايز تديها كبروفيلاكسيز بتدي هاف الدوزيز للزات النيتروفيران توين والباكتري كبرفينشان بتطلع من العين بيشرب مية كتير على قد ما يقدر لأن كل ما شرب مية أقل كل ما كون يورين أقل في الحالة دي هيحصل استيزيزيزيورين وده هيخليصها السيبطة والأكتر للإنفكشن طيب أنا بالوقت عايزة ألخص فكرة المانجمينت ان جنرال بتاع اليوتي اوي يا دكتور المانجمينت تاع اليوتي اوي ده بيعتمد على إيه بيعتمد على الحاجات اللي احنا نتكلم فيها أول حاجة الإنفكشن بتاعك كومبليكيتد بيفرق كومبليكيتد لازم تحجيزه في مستشفى هتدي إي في بعد كده هتكمل أورال على حسب أنك ممكن تدي إمبريكال من البداية في البيت أورالي الكومبليكيتد لازم في الأول لو أنا اضطرتها إمبريكال لازم أدي إمبريكال لغاية ما تطلق وبعد كده أدي سبيسيفك للكولتشر لو أنك ممكن ممكن محتاجش أساساً أعمل كولتور واكتفي أن أنا أدي إمبريكال تمام لازم أشوف الانفكشن بتاعي هل ده أول مرة يحصل الانفكشن كبريمري بالحالة دي ممكن أدي إمبريكال واشوف الدنيا واشوف الريزبونس أخباره إيه لكن لو لأ ده مختلف لازم أعمل كولتشر جديدة أعرف السبب لازم أدور على الاندرلاين كوز أعالج الاندرلاين كوز عشان كده في مشكلة تمام لازم برضو بيعتمد على وجود السمتومس يعني أنا لسه بقولك من شوية في حاجة اسمها أسنتوماتيك باكتيريوريا يعني الباكتيريا حرفيا معدية الروحة ومالدفينت آه تضال وانا لو هادي بقى في الأول أخذ منه عينة لو أنا عايز أعمل كالتشر لازم أخذ عينة في الأول قبل ما أعمل أو على الأقل في أول ساعة من أي أول بقى أنتباتيك بديه قبل ما يشتغل عشان العينة يستفيد صح أنت مثلا لو العين دخل بقى له ساعة وانت الديتي من ضد دحايا ومسلا في خلال الساعة دي وأنا رحتي مثلا كلمتين فأوليك إسحابي كالتشر ما فيش مشكلة لو أنت في خلال الساعة الأولية من الأنتباتيك سحبتك كالتشر حتى لو كنت الديتي أول جرعة تمام؟ لكن الصح الصح أو معي أن يدخلك إسحابي على طول يورين وبلت كالتشر وابتدي الأنتباتيك اللي أنت عايزيك ولما تسحابي كمان مفهو تسحابي يورين وبلت وده الصح تمام؟ يمكن إحنا مركزين يورين أكتر كحاجة بحتياتي بلت بس الصح برضو بسحب بحتياتي بلت منها أعرف حصل بلت ستريم انفكشن ولا لا ولا الموضوع جدا على تمام؟ تمام بيعتمد على بيعتمد على البكتيريا الكاونت قد إيه النمبر بتاعها موجود في اليورين تمام؟ نوع البيشنت يعني لسه أقول لك من شوية لو أسيمتوماتيك باكتيريوري يجب أن تاخد عليك تمام؟ لكن لو عين أسيمتوماتيك باكتيريوري ومش أسيمتوماتيك باكتيريوري ومش باكتيريوري الشرطة تديره علاجه نور يعني مش محتاجي ثرابي سيبه زي ما هو طبعا هو أسيمتوماتيك حتى لو الباكتيريا الكاونت بتاعهم في اليورين ما عدل لقهم من الاسبسيتيفك بتاعهم مش مشكلة تمام؟ لو تشايد لو عين إميون كومبرومايز لو عين ضيابدت لو عين إميون كومبرومايز لازم دول يدخلوا معايا في الحزبان في علاج الأنتبيوتك ثرابي بتاعي طيب الانكمبليكيتد لو أنت عندك لو أنت عندك بتادي ثلاثة أيام ما متحتاجش تعمل أي تمام؟ والكوريت بتاعه بيوصل لغاية 24% والتشوز بتاع الأنتبيوتك طبعا بيعتمد على بتاعك بتاعة البكتيريا تمام؟ يعني لسه من شوية بقول لك لو العين مثلا الصنار بتاعه طالع فيه مالتبول أبسيس هفكر في ستاف أوريوس لو عين نيوري مارد في ميل هفكر في ستاف 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 تمام؟ لو مثلا عندنا مثلا إيه يعني مفيش حاجة في دماغ يعني أنت مثلا عندك مثلا إيه من التشويس اللي أنت بتتديه الأموكسسل اللي عندك موجود تمام؟ مثلا البكترين أو السبترين لأن حاجات قوية جدا في عندك كيفاروس بورين نايترو في عندنا كنيرون بس كنيرون خد بارك أن أنت ما ينفعش تديها في أي لأنه تمام؟ وما ينفعش برضو تديها في أي تشايلد أقلي من 18 سنة عشان بتأثر جامل جدا في بتاع التشايلد تمام؟ كنيرون كلها طيب الريلابسنج انفكشن لسه كنا بنقول شرط الريلابسنج انفكشن عشان أقول عليه ريلابس إن أنا نفس حصل تاني لليوتي اي بنفس الوريجينال باثوجين بنفس الباثوجين هو هو في خلال البعض 10 يوم من التريتنت تمام؟ إحنا قلنا معناها العين ده حصل تاني بنفس الفضل فضل لو هي ما بديهاش تريتني آه لكن لو هي سمتوماتيك ونام بريجنان وخميل بديها تلات تيام انتبيوتك الله ينور عليك تمام؟ معناها إن حصل عنده إحنا لسه كنا بنقول إن أول حاجة عيام عنده يوتي اي ما كملش 14 يوم في العلاج بتاعه حصل بنافس الورجانيزم اللي كان عامله يوتي اي في خلال 14 يوم ده إنديكيتة حاجة من ثلاثة إن العيام ده فيه تريتمنت فاليا حصل انت مديتوش الجرعات المطلوبة أو ما كانش فيه في الانتيبيوتك أو ما خدش المطلوبة أو العيام دي عنده يحصل تمام وفي الحالة دي بتدي العيام دوت الانتيبيوتك نفس الانتيبيوتك اللي انت بدأتها كإنيشيا لمدة 7 ل 14 يوم يعني مثلا عيام سي مثلا عندي حصل في أول مرة وعملت البكتيريا الباثوجين مثلا مثلا ولاقي بتاعته الميرونام تاني تمام وديت الميرونام بس في خلال 14 يوم حصل بعمل لقيت نفس الباثوجين في الحالة دي هقرر الميرونام تاني لمدة 7 ل 14 يوم تاني وابتدي طبعا ادور على الموجود وعالجو تمام يعني بنفس يعني انا هكمل على زي ما بتاع بتاع هنكمل عليه على 7 14 يوم تاني تمام طب يعني معناها حصل وفي خلال سنة حصل واحد تاني او في خلال سنة حصل مرات مرات تاني تمام طيب حالي في الحالة دي ده لازم تديله ده معناها ان ده مريض معرض ان يحصل تات 4 مرات في السنة على 4 مرات مختلفين على 4 مراحل مختلفين فده لازم ياخد تمام ولازم تديله وليازم برضو تشوف لو في تعالجو او ما تعالجوش ده مهم جدا لازم تشين السبب تمام طيب لو الانفكشن حصل يعني اقل من مرتين في السنة لازم تعمل وتعمل من عشان تعالجو المشكلة في تاني انا هو هو نفس الانتبيوتك اللي بدأت به اول مرة في الانفكشن هكمل زي ما هو 17 يوم تاني طب يعني انا كذا يو تيجي في السنة يا اما اتنين او اكتر في خلال ستة شهر يا اما تلاتة او اكتر في خلال سنة في الحالة دي لازم اعمل اخليه كتير وجوز كتير اللي احنا كنا بنقول عليهم من شوية وانترا وندي الحاجات بريفينت بانتيبيوتك ثرابي بهاف دوزز لمدة ثلاث اربعة ايام والحاجات اللي احنا قلناها تمام طيب الانتيبيوتك لازم اتاخد ولو الانفكشن بيحصل لازم ااخد وعملها واشوف من في ترتية طيب دي طبعا بتحصل في وجود اي ريسك فاكتور زي ما اتفقنا الناس الالدرلي او الشايد او البرغنان او في الديابيتس الناس الناس الكموربودتي بزات اللي هم الحاجات دي طبعا انت امت بتكون سلط الدكتور في عيان كومبليكيتد لو السيمتوم ستعتك زي ما هي حصل او في عيان اميون كومبروميز العيان دوت بيجيله اكتر من اربعة او خانس في السنة في عنده في بريفياس كيدني انفكشن في ساعتها بس لازم تكون سلط اي دكتور في الموضوع طيب طبعا احنا بنستخدمه اكتر لان ده بيقلل بتاعنا خمسة وتسعين في المية طبعا خد بالك ان انت بتدي لمدة ستة شهر او اكتر ودي بيتشمل البكتيرين او او هي اللي احنا كنا بنتكلم عليها تمام طيب طبعا لسه من شوية كنا بنتكلم في هو معناها عيانك في سيمتوم قريلة من بس هو معندهاش اي معندهاش او معندهاش معا زي ما اتفقنا ده بياخد معاك من ثلاث ايام لغاية 14 يوم تمام لكن لو عيانك مدرت او سيفير سيمتوم في الحالة دي لازم لو هو بالذات طبعا العيان ده بياخد اي في مدة ثلاث خمس تيام وبعد كده بتكمل باورا ثرابي تمام طبعا واخد بالك لو الفيفر وبعد 72 ساعة في الحالة دي لازم تعمل عشان تشوف العيان ده في عنده اي زي ما احنا قلنا كابسيس او بس اللي يا دكتورة بتقول لنا الكلام ده خد بالك انت دخلك عين بايوني فريتس وهاي جريت فيفر حرارة 39 40 وانت بدأت انتيبيوتك اي واثنين وسبعين ساعة والعيان ما تحسنش لازم تدور ليه لان لو في ابسيس لازم تعمل لها درينش ما ينفعش تسبي الابسيس موجود كده ساعتها لازم تعمل درينش سنار جايد يعني الوقت لو عين بايوني فريتس داخل ومعا هايجريت فيفر وفري وطوكسيك ووحش وسيفير سنتوس وانا حجزته ومشيت تراتي ايام على الابسي انتيبيوتك محترمة لقيت العيان ده الفيفر مش بتصفصيد والباك بين موجودة ما ينفعش ايجي اقول لأ بصت انا اغير لك نوع مضاد الحيوة ديك نوع اقوى لأ بصت اخبارها ايه لأ دور في مصيبة مش معنى انت اديت اي بي انتيبيوتك وما استجبش بلعب في الاي بي انتيبيوتك ما ممكن يكون المشكلة داخل العيان نفسه ساعتها لازم تعمله صنار او اي امجنج سي تي صنار اه ام ار اي تمام راديوغرافي عيدي اللي هو الانترا فزايك البيلوغرافي لازم تصور العيان ده وتشوف المشكلة فين لان هو ممكن يكون مشكلة ابسيس دي ابسيس كتيرة جدا موجودة والابسيس دي مست بي درين اندر سنار جايد نزل رتع السنار وقوله معلش تدخل سرينجة وتحت جهاز الاشعة ويسحب لكل البصل اللي موجود في الابسيس دي لان عين ما بتحسنش والانتيبوتكس مش هتجيب حاجة مع الابسيس دي او العيان ده يكون عنده ابستراكشن موجود ومخالي هيفضل موجود تورما الابستراكشن موجود ومحتاج تتعلم مع الابستراكشن ده بسرعة تمام او في ابنوماتي موجودة مخالية في حالة 24 ساعة ومهما مديد هيفضل معلوش نغير مضادة حياة جديد العيان مش لعبة وما ينفعش حتى وانا بطلع السلم اطلع درجتين ثلاثة يعني انا مثلا اول درجة عندي مثلا ثاني درجة عندي ممكن الاغمينتل ثالث درجة رابع درجة الحاجات اللي بتقاوم البكتيري ما ينفعش نروح نطة مرة واحدة من الزافيستا لازم اخد درجة درجة اطلع درجة درجة تمام وعشان اطلع الدرجة درجة لازم ادي بروبر دوزز بروبر ديز اف انتبواتيك ثرابي يعني ما ينفعش دلعيان يومين ثلاثة لا ايه ما تحسنش اروح مش شفيت على الانتبواتيك تاني يومين اروح اشفيت على الانتبواتيك التالت يومين ثلاثة قصة ما تحسنش اشفيت على الانتبواتيك الرابع ما ينفعش لازم على القل ماكسيما ما ياخد العيان حظه من الانتبواتيك سبعة او عشر تيام ولو ما حصلش الانتبواتيك ساعتها بس اقول هل هغير ولا ادور على الانتبواتيك وعشان كده احنا قلنا اول تلات تيام ما رقيتش فيه اي استجابة اوتوماتيك اروح باعت على طول عمل ادور راديولوجي واعرف العيان ده مشكلته ايه او ايه سبب اللي خلي العيان ده مش بلوسبون للانتبواتيك فرابي تمام طبعا عندنا زي ما اتفقنا هي على طول لل ولو فيها لازم تتعالج منه طبعا الانتبواتيك اللي موجود عندها وزي ما اتفقنا ده بيبقى اللون ما ينفعش تستخدمهم ابدا في اي بريجنان بيشنت تمام زي ما اتفقنا في اي بريجنان بيشنت ليها ريسك 30% حصل لها وعشان كده مهم جدا تاخد بالك ان انت لازم تديها انتبواتيك ثرابي واي بريجنان بتحتاج على الأقل سبع تيام من الانتبواتيك ثرابي الديابيتيك بيشنت طبعا تاخدوا علاج على الأقل من 7-14 يوم بالانتبواتيك حتى لو كان انفكشن بتاعهم مش سيفير لان اتحدى ذاته الديابيتيس من الجود ميديا فور كومبليكيشن وفيوتي اي انفكشن طبعا الاوريثريتس في المين مست امبورتان كوزيس نايسيريا جونورية او كلميديا تراكوماتيس ودول اكتر حاجة ممكن تجيب معاهم للريثريتس عندهم طب الناس اللي عندها بيزايكو مهم جدا ان انت تاخد بالك ان دول كومن اكتر في بس دي وردة في اي حد تاني بيحصل فيها رفلكس لليورين باكورد يعني يرجع لورا بدل ما هو بيمشي من الكدني للرينا البلبس للريوريتر للريورينا للبلادر للريترا لأ ده بيرجع من اليوريثرا لليوريتر للكدني فده قلنا عليه بيزايكو يوريتر رفلكس تمام مهم جدا بندير اللونج انتباتي ثرابي وممكن نحتاج نعمل سيرجري لو في سيرجي الكوريكشن للبزايكو يوريتر رفلكس اللي موجود دوت تمام طبعا لو في اكوت انفكشن اول حاجة من يومين في اول يومين او 4 تيام بندي السيكتريم والسيف الناس المركبة قسطرة غزبا عنها عنده ميقدر يعمل يورين لوحده عنده مشكلة في كل الناس دي تنديكيت في نهاية عطول تبقى مركبة قسطرة في الحالة دي لازم اعمل بريفينتف ميجورز وين يوزين كاتتر بمعنى نمرة واحد لازم الكاتتر بتاعتي ما تخدمهاش غير لما تبقى المساسي يعني لو عينة كيف تبقى تركيب مكسطرة يبقى أفضل اللي هي القانضم اللي هو الأسطرة الخارجية أمعة كده بيبقى حوالين الأسطرة بتاعته هو اللي بيعمل بويدنج لوحده انت مش بتدخل الأسطرة جوه تمام او تجيب له مبوالة السرير ويعمل فيها او كرسي بمقعد او العين ده أسطر خلاص انتو عندكش أورشان تاني هتأسطر هتأسطر وزي ما اتفقنا في حالات معينة زي زي مثلا عيان عنده تروما فهو مركب سوربابيوكاستر خلاص ماينفعش سوربابيوكاستر لانه عنده يوريثرا خلاص اتضمار سوربابيوكاستر مايقدرش يعمل خلاص عن طريق يوريثرا في عندي حاجة اسمها أسطرة فولي وفي عندي حاجة اسمها أسطرة سيليكون طبعا الأسطرة الفولي دي آخرها لبعطاشر يوم السيليكون دي ممكن تقعد من شهر غاية تلات شهور فانت لو عينة كيأخذ الأسطرة فترة طويلة أركب السيليكون ولازم أعقم بتديين وقحل وأعقم الأسطرة نفسها وبألابسة ولازم أعمل كويس للأريا اللي أنا هشتغل عليها ودخل الأسطرة بعد ما عملها هي كمان استراليزيش تمام طيب تاني حاجة ريبليس طبعا نخد بالك لو أنت نركب أسطرة فولي هتغيرها كل سبوعين لكن لو أسطرة سيليكون ممكن نغيرها على الأقل كل شهر أو كل تلات شهر عشان تقلل ريسك بتاع الانفكشن واريتيشن بتاع البلدر تمام كل ما تيجي تشيل الأسطرة القديمة ادي تلاتة أربعة بمعنى أنت لازم تستخدم أي أنت لازم تستخدم أي أنت لازم تستخدم داري جدا يا جماعة بيستخدم في حالات الكاثتر لأن دائما بتبقى موجودة والبيشنس نفسهم مش بيدخلوا في سمتومات كيوتي اي زي ما أنت متخيل فأنت عشان تدخل في فكرة بوفيلاكتك أنتبيوتك لعيان مستخدم أسطرة دير جدا أهم حاجة تعمل هايجين كويس ولو العيان دي بلو بيوتي اي هتضطر سعي تشيل الأسطرة وتبتدي بأنتبيوتك ترابي مش بوفيلاكتس تمام طيب العموما ممكن يحصل عندهم يوتي اي أو بيبع عندهم لازم في كل إبيزود بالأنتبيوتك تشيل الأسطرة في الوقت ده زي ما احنا اتفقنا من شوية الأنتبيوتك تشيل الأسطرة لازم دايما تاخد بالك أن انت هتعمل في كل مرة وتتأكد من نوع الأورجانيزم عشان تزيحكد الأنتبيوتك ترابي المناسب للأورجانيزم اللي هو موجود ده تمام طبعا الأنتبيوتك ترابي هذا ما ينفعش تدي وتسيب الأسطرة زي ما هي لأن انت في الحالة دي مفيش أي لازمة اللي انتبيوتك تديه لأن انت سايب الأورجانيزم أو الانفكشن زي ما هو دي أواحدة لكترة أحذب جدا ترجمة نانسي قنقر 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 الفكرة كلها ان انت بعد كده بتكمل زي ما احنا اتفقنا بأورال تبيتمنت بالعموكس السيلنج لابنونيك أسد او البكترين تمام؟ طيب وزي ما اتفقنا لو حصل وانس حصل الانفكشن لأ انت في الحالة دي لازم تدي انتبيوتك ثرابي والمدة 7 ل 14 يوم لكن ما ينفعش حاجة اسمها تدي انتبيوتك من غير ما تشير القسطرة لان انت اساسا سايب الجود ميديا او الانتبيوتك موجود وانت بتدي انتبيوتك عليه فانت قلقاظ دي المشكلة العامة الليلة هي موجودة لأ شير الاسطرة ودي انتبيوتك ثرابي كويس وارجع ركب الاسطرة بعد 4 او 5 ديان ثاني اuctر וא�or 130 وانا ديش مشكلة بعد ان ت تدي Barbara لكن وجود الاسطرة نفسها القديمة مع بداية الانتبيوتك ثرابي وانت ما شدش الاسطرة القديمة لاتكون اي رول اصلا للثريتمنت اللي انت بتديه حول الاسطرة معيه بتكري? دكاترة اي ادكتر معين المناسبة بقى الناس اللي كانت بتسألني على TMP SMX اللي هو ده النوع الانتيبيوتكس المهمة اللي كنا بنستخدمه اللي هو بيقول عليه بكترين تمام اللي هو كان بيبقى فيه تقريبا نسبة واحد ترايميثوبريم لخمسة سالفا ميتاكزول حتى احنا دايما نقول منتجات السالفا فاكرينه في الفارما ترايميثوبريم سالفا ميتاكزول معين دكاترة اللي كانوا بيسألوا على TMP SMX ده أساسا عبارة عن اثنين مع بعض اللي هم ومعها الصالفا ومعها الصالفا تمام اللي هو المشهور عندنا في السوق بكترين ده بيبقى عبارة عن اثنين مع بعض بس بيبقى فيه تركيز تقريبا واحد لخمسة اعتقد اللي هو كان التركيز الواحد اللي هو والخمسة اللي هو تمام انتو مفهوضة اخدتوه في الفارما بس مش عارفة انتو فاكين ولا لا دكاترة معايا اه يا دكاترة تمام عشان بس ايه الناس اللي كانت بتسألني عليها عشان اوضحه لهم انا اتمنى مكونش طورت عليكم لان فيه ناس كايبتشتكي ان انا بطور عليهم في الشرح المهم ان احنا نكون في هنا معايا دكاترة تمام ولو في اي سؤال استفصل انشاء الله انا معايا اتفضلي دكتور اه يا ريكارمت انفكشن لو جي ريكارمت عتبر كده ان ده كومبيركيتي ولا ان كومبيركيتي بيوتي او ريكارمت انفكشن لو العيان بتاعك عنده استركشرا او او فانشنال ابنورماليتي او بريجنالت تبقى كومبليكيتت لكن لو عياني ما عندهش استركشرا او فانشنال ابنورماليتي يبقى كومبليكيتت بس عشان بقى صريحة معايا يوجود ريكارمت انفكشن في حد ذاته معناها فيه بريديس بيزنج ريسك فاكتور موجود يعني اكيد العيان ده عنده مشكلة فاهماني؟ مهو ما يحصلش ريكارمت انفكشن غير لو فيه مشكلة موجودة فاهمت وما تعليقيتش مشكلة تهايقصل انفكشن تين اه هواني كان يبقى كتبيرو كومبليكيتت بالضغط بصي قطر عشان انتوهيش نفسك احنا بنيجي نقسم UTO او بنقسمها كده لو عصيت تمام؟ لو على ان هي في وصلت لك؟ معين دكتورة ولا لا؟ ايه ما حبرت تمام طبية دكتورة لو انا مثلا عايزة اشوفها على اساس ان هي الانفكشن رقم كم فانا ممكن اقسمها لفكرة ولا ري لابس ولا ري انفكشن تمام يا دكتور طيب في المقادمة بين السيستايتس واليوريستايتس ليه في السيستايتس؟ بي باكتيريا واليوريستايتس مفيش رغب ان هما الاثنين انفكشن ايه ايه يمنع ان هنا هيظهر وهنا لا؟ تاني تاني اليورثريتس لأن اليورثريتس بتبقى أكتر سيكشوال ترانسمينتت أكتر معاك إنه ممكن يكون فيها بكتيريا بس الأكتر مع الحاجات سيكشوال ترانسمينتت أورجانيزميس فمش سائل إنها تظهر في اليورين بهمني بمعنى أصح اللي هو موجودة في المنطقة في اليورثرا نفسها بتبقى شورت لكن في البلادر بيبقى فيه ستيزيس فترة طويلة للأورجانيزميس فبيبقى ملتبلايد ما يحصل ملتبلايد للأورجانيزميس في اليورينبلادر لكن في اليورثرا ما فيش فرصة أساساً يحصل ملتبلايد للأورجانيزميس عشان كده دائماً هتكتعي في السيستايتس الأورجانيزميس مع الدير متقال لكن في اليورثرايتس صعب لأنه ما فيش مكان حتى يحصل فيه ستيزيس أصلاً وما تبلكش على الأورجانيزميس في المكان ده وصلتك؟ أوه وصلت طب يا دكتور أفضل سؤال وفي الأشياء عيانة ماشي تماما جات للعيادة فأنا هعالجها بالأول هيغض كالتشر واسيبها واسيبها عادي كده بدون علاج وبعد الكالتشر قديها علاج لثلاث أيام ثلاث أيام اخدي كالتشر وابتدي امبريكل لغاية ما الكالتشر بتاعتك تطلع يعني أنا هبتدي امبريكل لحد الكالتشر وبعد الكالتشر ثلاث أيام بالضبط دلوقتي كالتشر جمعين كانت الكالتشر تاخد عشر أيام دلوقتي كالتشر حديثة ما تاخدش اكتبتات أيام يبقى هنا كانت ثلاث أيام يقصد بها بعض الكالتشر ومش تطلع ديوريش بالضبط تماما شكرا جزيلا طبعا يا ركتور صدقيت يمكنني قد توضحي إذا كانت كالتشر إذا كانت كالتشر بحاجة لتنمج الناس إذا كانت كالتشر بحاجة لتنمج الناس إحنا عندنا الكاتتر فيه حالتين ممكن تحتاجي تستخدمي الكاتتر للونج بيريوت يعني فترة طويلة جدا 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 اللي هو العيان منفعش فرق الأسطرة العيان ده للأسف مشكلته منفعش يقعد من غير الأسطرة وممكن فيه حالات تانية بتعمليها بمعنى إن الأسطرة ممكن تاخدها فترة قليلة مثلا فترة ما هو مثلا محجوز في المستشفى خمس أيام ست أيام عشر أيام تمام لو لونج بيريوت برولونجد دي لازم بقى تاخدين وعمل أنواع الأسطرة اللي ممكن يستحمل أو يقلل للريسك بتاع الانفكشن شوية زي السيليكون تعود يمركبها مثلا الأسطرة الفولي دي بتقعد أسبوعين ده تلات أسابيع الأسطرة السيليكون دي ممكن تقعد من شهر لتلات شهور فاحنا نايمة بنحبز أكتر نحنا بنركب السيليكون تمام ولازم كل شهر أو تلات شهور بتشير الأسطرة بتسيب العيان خمس ستة أيام على الأهل من غير الأسطرة ولازم الكلام دي بيخاموه أهل العيان كويس ممكن في الفترة دي تتأكد فيه UTI موجود ولا لا لو فيه UTI يبتدي أنتبيوتك لو فيش UTI ما فيش مشكلة لو أنت ما بتأتيش أنتبيوتك وترجعي تركيبة أسطرة جديدة ليه؟ لأن أنت لو بسيته العيان ده من غير الأسطرة أنت ممكن فعلا تربيسي كابليكس خفضات بس المشكلة في إيه؟ أن العيان ده بيبقى عامل زي بيف الصغير يعني ما تظهرش مني الطفل الصغير ده لما بيقعد لابس البومبرز القواليتي نفسها بتاعت النبكن بتاعت البومبرز مع والكريمات ومش عارف في إيه؟ بتخلي العيان ده بيدخل معاكي في انفكشن وإنفلاميشن وبيبتدي يحصل درماطايتس عنيفة جداً وبتعود تدي كريمات ومش عارف في إيه الكلام ده طبعاً على مستوى الأدلت انت صعب أصلاً تعود تغيير النبكن كل شوية فاهميني؟ يعني موضوع ده بيحتاج تغيير النبكن على الأقل من نسبة للأدلت أو الإلدرلي مثلاً 6-7-8 مرات في اليوم عكس الديفيكيشن الديفيكيشن ده ممكن يعمل مرة الصبح ومرة بالليل مرتين والصبح ومرة بالليل يعني بكتيره 3 مرات في اليوم تغيير النبكن لكن لو انت بس نركب النبكن ممكن نحتاج نغير النبكن كل ساعتين تلاتة نمرأ واحد ده حد كبير قوي ووزنه وان شاء الله كبير فانت صعب ان انت تغييره مش زي الطفل الصغير نمرأ اتنين أساساً اليورين لما بيعمل على نفسه وبيقعد فترة كونتكت بالسكن هيعمله درماطايتس فانت حتى لو مثلاً بتغير كل ساعتين تلاتة وارد جداً يدخل البشرة منك في درماطايتس ممكن تستحميل الوضع اللي احنا بنتكلم فيه من تلاتة عن نبكن خمس تيام بكتيره لكن صعب تستحمليه شهر اتنين تلاتة فعشان كده انا بركب الأسطرة على قد ما بيقدر يركبها مثلاً السيريكون بتقعد من شهر تلات شهور قعد تلات شهور عايز غير الأسطرة ارجي معها تغيير الأسطرة مش معنى كده ان انا اتشيري الأسطرة القديمة واركب الجديدة على طول لا هو الصح ان انا بشيري الأديمة وبستنى على الان لأربع خمس تيام من غير الأسطرة في الحالة دي بيضطر يرجع لفكرة النبكي ان انا بحكي لكم عليه وارجع اركب الأسطرة الجديدة وصلت لكم ولا السؤال مش لسه معاليش تجاوب على السؤال اللي حديقي أصدق عليه طيب لو هيعود فترة صغيرة على الأسطرة هي اللي انا عمل مش مشكلة في الحالة دي اركبها وتابع العيان ولازم ابقى بس لازم وارد اخد بالي انا والعيان انه ممكن يدخل في كافتر فعشان كده كنت بقولك ايه لو عيان ابسوليوت لنسيسري هيركب يعني مزعيش مني انت لو دخلت عناية القلب ودي المستشفى الصح لو دخلت عناية القلب ودي المستشفى الصح هتدخل عناية القلب كلهم ايه شست بينه ام اي تمام طبعا هو اول ما بيادخل بياخد الثرومبوليتك ثرابي بتاعه والانتيكو أجليش والحاجات دي والشست بينه بفوقه الدنيا بتبقى تبقى كلهم مش متأسطرين وده صح لكن تعلي مثلا عندك فناية الستروك اللي هي عناية الصدمات المخية اللي هي للناس اللي عندها جلطة او نزيل في المخ اغلبهم كلهم متأسطرين لان كلهم جاي جايين بسبينال كورد انجري يا سريبل هيموليش يا سريبل انفوكشن العين بدريدن هيمي باريسيز بارابليجيك ما يدرش يتحرك وروح الحمام وييجي فمضطر انت أسطرين وصلتلك اي عيانة بريجنانت داخلة بتولد سكشن او داخلة بتولد نورمال فاجينة ديليفري اول حاجة بيعملوها بيعملوها كاستريزيشن اول ما بتولد وتخلص بيشور الأسطرين على طول خلاص اللي مش نسلسري اساسا ليها وصلت او طبعا يعني انا لازم اركب خلاص افرت في وشي خلاص لكن وانس ان انا عندي اوبشن واحد في المية ان انا شيلها اشيل لان انا في حد ذاتها وانجدها بيأكسلريت الانفكشن خلسين سبتين سبعين في المية وعشان كده انا جاية في الاخر بقولك وانت بتعالجي اي كافتر لازم تشيل القسطرة وعالجي لكن ما شلتيش القسطرة وعالجتي ملوش لازم علاجك ولا يعملك حاجة حتى لو انت بتدي على تمام شكرا تمام دكاترة احنا فهمنا ولا الدنيا مش واضحة قوي او الدنيا مش لطيفة تمام يا دكاترة ماشي بالتوفيق ربنا معاكم ان شاء الله بإذن الله انا حاولت بسط لكم الموضوع على قد مقدر بحيس ان انت تبقى واخد الحاجات المهمة يعني الموضوع مش مكتره عليك على قد مقدر تمام اشوفكم على خير ان شاء الله يا دكاترة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة